تحدي بقى حجبنا التحدي بتاع الفلوك زيان شفتها عندك على بعض القنوات الفيديو ده لو وصل لعشرين الف لايك انا هعمل لك مراجعة كمان مش عارف على ايه بس بناعنا على طلباتك اللي هتطلبوها عندك تحت في الكومنتات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الثالث السنوي حباب قلبي المحترمين يا رب تكونوك خير كده وصحة وسلامة فيديو الجميل ده كده حباب قلبي لكل من طلاب الصنوية الازهرية والصنوية العامة فحبيب قلبي اوعى تهرج واوعى تفوت دقيقة هذا الفيديو صنع بحب وبما انه صنع بحب فلازم خطاك تقع تتفرج على كل دقيقة وتتعلم يا بطيقة وتبطل اهمال وما تقولش انا لسه هتفرج على كل ده ما انت لازم تتعب علشان ربنا يكرمك ان شاء الله ويتحقق لان احنا قلنا لك مليون مرة اتعب قدماك فانت عب قدماك لازم تتعب ورجلك يعني بص تبقى يعني مش ممكن تطلع عينك من قطر الوجع عشان توصل وتبقى في المقدمة فحباب قلب المحترمين طلبنا المحترمين كانوا قالوا لنا الجزئية بتاعك كيف تحصل على معادلات ملخص معادلات العضوية اعمل يا مستر عشان احل اولا لازم اؤكد على حاجة قبل ما ابدأ اشتغل معك ايه هي ان حضرتك لازم الاول تشتغل معادلة معادلة بعد كده تربط درس 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 دا ما احنا قلنا وهتلاقي الكلام دا كله موجود عندك على القناة هتلاقي مخطط للالكنات مخطط للالكينات مخطط للالقينات مخطط للبنزين مخطط للكحولات مخطط للفنولات مخطط للأحمد الكاربوكسيليا مخطط للإستراض بعد كده تبدأ تربط ما بين درس ودرس ده كده يا جماعة اللي انت لازم تعمله عشان تقول سؤال كيف تحصل على وده سؤال مهم جدا في العضوية مش هسمعها يخلو بينه امتحان ده بتكلم عن تقريبا حوالي 7-8 درجات في الامتحان في العضوية جاينا على الحتة دي على كيف تحصل على يعني لازم تعرف تتصرف وازاي تجيب حاجة من حاجة تالية وده اللي احنا هنعلمه لك النهاردة وقبل ما نبدأ كمان لازم يعلمك ايه هي الطريقة اللي احبنشغل بها هنا في مدرستين للحل في ناس تجيب من الاخر للأول وانا بصراحة ميال للمدرسة دي اكتر يعني انت عايز توصل مثلا لحاجة اسمها مثلا مثلا على سبيل مسال عايز توصل لحاجة اسمها حمض البنزوج مثلا في المنهج فانا اعرف ان حمض البنزوج ده بيتجاب من الطلوين كده بص والطلوين ده بيتجاب من البنزين تمام والبنزين ده بيتجاب من حاجات كتير هاي دي المذاكرة فانت بترجع في ناس تانية لا تاخد من البداية وفي مدرسة دالتة تقول لك ايه طب ما احنا نجيب جزء من النهاية وجزء من البداية لحد ما هم الاثنين يتقابلوا في النص وانا حب اقول لك ان كل هذه الطرق طرق صحيحة اهم حاجة ان حضرتك تكون مذاكرة معادلاتك كويس ولازم الموضوع عندك عشان الناس اللي بتشترك تقول لك ايه اصلا انا برضو لسه مش قوي يا بابا لسه مش قوي يعني انت ما تدربتش كفاية لازم تتدرب مرة واثنين وثلاثة واربعة الجزء ده كله او اسئلة لسئلة احنا محضرناها كلها وهنزلك كمان البي دي اف فاضي فحضرتك بعد ما تخلص وتتفرج كده وتعود وتتعلم يبقى مطلوب منك انك تاخد البي دي اف وتعود تحاول تحل لوحدك ويبقى عندك مقدرة حبيب قلبي انك تقعد وتشوف اللي احنا عملناه تاني واغلطت في حاجة ارجع ومعاك المصادر تقدر تحل من خلالها وانزل بص على المصادر زي ما قلت لك فحبيب قالك بالمحترم مفيش مشكلة خالص في ان انت لسه عندك قصور في اي حاجة المشكلة كلها انك ما تحاولش تصلح القصور ده باذن الله ان شاء الله جماعة نوصل لحد الامتحانات ويكون مستوى طلافنا كده عالي وباذن الله حقق وافضل النتائج واعلى الدرجات طيب يلا كده بطل نبدأ بسم الله بيقولك وضح بالمعادلات الكيميائية كيف يمكن الحصول على بسم الله الرحمن الرحيم الطلوين من كربيد الكالسي طيب المدرسة اللي انا بقولك عليها بقى كمان بص لك ايه طلوين من كربيد الكالسي طيب انا عارف ان كربيد الكالسي عندما له شغر بداية واحدة تنقط عليه ما هيديك إي صاين ده انا بقى بصة بوريك يعني يبقى البداية اول خطوة معروفة هي لازم هيتعمل كده وعارف ان الطلوين ده بيتجاب من البنزين كده انت قربت خالص يبقى الاولاني انت روحتي كده بص بص من كربيد الكالسي يبقى كاين السؤال بيقول من اي صاين هات بنزين ده بقى فكرة الحل يا جماعة انك تقرب الاثنين من بعض لحد ما يتلقوا عند النقطة ولذلك بص هيب قلبي عمل ايه قال لي تعالى نبدأ مستر من الاول اول حاجة انت قلت كربيد كالسيوم كربيد كالسيوم سي اي سي تو وينفع يكتب بنائي هتنقط عليه المياه اللي هي اتش او اتش عشان ايه اللي بيحصل يا دكتور قال لي والله يا مستر السي اي بتاخد الاو اتش فيدينا سي اي او اتش باي تو والسي تو تاخد الاتنين اتش يبقى سي تو اتش تو كده بقى معاك مين بقى معاك غازل اي صاين طب ما احنا قلنا طب انت عشان تجيبته لوين محتاج مين قال لي عشان تجيبته لوين محتاج بنزين طب قال لي ثانية راحدة طب الاي صاين يتجاب منه بنزين اه ازاي بقى دا احنا واخدينها دي مع بعض قلنا جماعة غازل اي صاين نعمله بالمرة سلاسية في انبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار رد هد نيكل تيوب انبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار كان بيتجمع من البشمهندس دا تلت جزيئات فيدينا عندك بنزين عطري كده انت حضرت البنزين طب بعد ما جيبنا البنزين بقى كمان جماعة لازم اعلمك حاجة البنزين دا كنا بنعمله تفاعل اسمه تفاعل فريدي كرافت او تفاعل الالكلا نجيب البنزين نفعله مع هاليد الالكايل اللي هو كولوريد ميسايل اهو في وجود كولوريد الالمونيوم اللامائي الالكايل سري انهايدرس لامائي العشان حبقى يبقى لبسي ال كانت بتسحب واحدة اتش من الحلقة يبقى اتش سي ال ومكان الاتش اللي خرجت بتخش الاخري فيتكون عندك حلقة بنزين عليها سي اتش سري والمعروف باسم ميسايل بنزين او طلوين وبكده يبقى انت جبت الطلوين من كاربيل الكالسيام على ثلاث مراحل نقطوا مياه جبتي ايصاين ايصاين بال مرثو الاسية يدي بنزين بنزين مع أهلاد الالكايل يدي طلوين هنا كمان جديد بالذكر بقى اخذ بالك انا بحيلش perceber بازور لك حاجة هنا الطلوين يا جماعة لازم على captain والطلوين الطلوين في المنهج كله كان يتجاب من حق م leather يا اما يتجاب من تفاعل بنزين مع هاليد الالكايل اللي هو تفاعل الالكالة او تفاعل فريد كرافت او يتجاب من اعدا التشكيل المحفزة لألكان به نفس عدد زرات كربون يعني مش الطلوين ده عبارة عن مركب أروماتي فيه سبعة كربون قال لي اه قلت له كان بيتجاب كده لو عايز تغرف كمان كان بيتجاب من قاعدة التشكيل المحفزة للهبتان دي حتة بقى بره السؤال بس حتة ربط كان بيقى معانا سي سبعة اتش ستاشر نعمل له اعادة تشكيل محفزة بامراره على البلاتين مع التسخين كان بيدينا طلوين حلقة بنزين عليها سي اتش سري ويتبقى مع حضرتك اربعة اتش تو بس كده دول الطريقتين اللي بتجاب بيهم الطلوين وهنا برضو لازم نأكده المركبات الأروماتية زي البنزين ما هو كلام نحن جبناه برضو من البنزين البنزين عند حضرتك كان بيتجاب من قاعدة التشكيل المحفزة للهكسين العادي اللي هو ألكان فيه ستة كربون طب ما خلاص يبقى ألكان فيه سبعة كربون يدينا حلقة بنزين عليها سي اتش سري المعروف في اسم الميسايل بنزين أو الطلوين اللي بعده واحد واثنين سناء برومو إيسان من كابريتات إيسايل هيدروجينية طب ما هو واحد واثنين سناء برومو إيسان ده بيتجاب من الإيسين نعمل له تفاعل إضافة مع ماء البروم طب انتوا عايزوا منين من كابريتات إيسايل بس سهلة خالص يبقى أول حاجة تعالى نبدأ بكابريتات إيسايل هيدروجينية حباب قلب اللي مذكرين مجموعة الإيسايل على مية لك خالص وانت بتشتغل هذه مجموعة الإيسايل بس سهلة خالص دخلناها بقى كابريتات إيسايلية طبعا كابريتات إيسايلية اللي هي بي كابريتات اللي هي أو إس أو سري إتش اللي هي إس أو فور إتش أو إتش إس أو فور طبعا يا شباب دي كانت بتنحلن حلال حراري عند مئة وتمانين درجة تدي مين يا باش مهندس تدي حاكتين بص بالراحة الأو إس أو سري إتش دي تاخد الإتش فيدينا إتش تو إس أو فور يخرج بره حمض الكابريتيك ويفضل معاك سي تو إتش فور اللي هي هتترسم إزاي أدي السي معاها اتنين إتش وأدي السي التانية معاها اتنين إتش فيفضل ما بين السي والسي رابطة مزدوجة يدينا غاز الإيسين حضرتك حاليا معاك غاز الإيسين غاز الإيسين أنه بيتفاعل بالإضافة مع ماء البروم تاني ليه بيتفاعل بالإضافة مع ماء البروم لأن غاز الإيسين من المركبات غير المشبعة والمركبات غير المشبعة حبايب قال بي تقبل الإضافة كان بيتفاعل مع مين بقى؟ ماء البروم بي أر تو في وجود سي سي إلو فور اللي هو رابع كولوريد الكربور عشان إيه اللي يحصل؟ عشان تنكسر الرابطة باي طب بعد ما تنكسر باي دي كان معاها اتنين اتش زي ما هم ودي كان معاها اتنين اتش زي ما هم فيتخش هنا واحدة بي ار وهنا واحدة بي ار فيطلع عندك واحد واثنين سنائب رومو يسان اللي بعد كده شباب كلوريد ميسيلين من الميسان لا دي سهل جماعة ده هالجانة الميسان اوه اتنسوا جماعة ان هالجانة الميسان اولا احنا بنها مراجعة سريعة كده كانت بتتم بالاحلال ليه بالاحلال لان الميسان ده مركب مشبع هو عتنسى احنا بنرجع نظر جماعة ونرجع كمان ايه معادلات والمركبات المشبعة لا تقبل الاضافة وانما تتفاعل بالاحلال لما كان بيجي يتفاعل مع الكلور كان بيتفاعل في وجود الالترا فيولت او درجة حرارة حتى ربعمية درجة فطبعا التفاعل ده كان بيتم على عدة مراحل وقلنا جماعة ان ناتج التفاعل كان بيتوقف على نسبة كل من الالكان والهالوجين في حيز التفاعل فكان بيدي ناتج من اربعة حسب نسبة الاثنين طبعا في المرة الاولى كان بيدي كلوريد ميسايل كلوريد ميسايل حبيب قلبي اللي كان بيتفاعل تاني مع الكلور كمان مرة في وجود الالترا فيولت عند ربعمية درجة عشان تخرج كمان واحدة اتش وتخش مكانها واحدة سي ايل فيخرج هنا اتش سي ايل ويتكون سي اتش تو سي ايل تو طبعا سي اتش تو سي ايل تو يا جماعة المعروف باسمه كلوريد ميسايلين او اقول سناء كلوروميسان طب خد بقى كمان تكة حلوة هنا ده كده يعتبر هاليد هاليد الكيل هاليد الكيل سناء الهاليد يعني ايه سناء الهاليد مع اثنين كلور والاثنين كلور دول على نفس الزرة خد اللعبة الحلوة دي بقى اتعجيبك اوي ده دي حتة زيادة واحنا كده وصلنا خلاص ما له ده بقى ده لو عملنا له تحلو الماء قلوي بالتسخيم مع قلوي هيخرج الاثنين هالوجاين مع الاثنين كيه ويخش مكانهم اثنين او اتش فارج على اللعبة الحلوة دي اتعجيبك اوي ايه بقى ميستر ادي اتنين اتش في سي اتش تو كان معاه اثنين سي ايل خرجوا ودخل مكانهم اثنين او اتش بص الطالب المحترم اللي مزاكر كويس وقال لي ميستر المركب ده مركب غير سابت حتة في الكحولات هاي بقى اش رحالكم معها كمان قال لي عرفت ميستر ان ده غير سابت قلت له ان زارة الكربون متصلة بمجموعتين هيدروكسايل وعليف المركب غير سابت وبعدين لما المركب يبقى غير سابت ايه اللي يحصل قال لي سرعان ما يفقد الماء ويتحول لمركب سابت تعالى يبقى البش مهندس ده هيعمل ايه هيقوم فقط دي كده زي ما احنا علمناك اهي يبقى هنا مينس اتش تو او خرج مية طب ده لما يخرج المية ايه اللي هيفضل اللي يفضل عندك اتش سي اتش او المعروف باسم فورمالدهايد او ميسانال وهيقول يا مستر طب وانت ايه لازمتها الحتة دي يا ولا ده انا بشرح لك لانه ممكن يجي في الانتحان يقول لك ايه ما ناتج التحلل الماء القلوي لسناء كلوروميسان يديك فورمالدهايد طبعا هو مش يقول لك كده يقول لك ايه اجري يتحلل الماء قلوي لسناء كلوروميسان فنتج المركب ايه المركب ايه الذي يتفاعل مع المركب بي معطيا احد انواع البلاستيك الشبكي اذكر المركب ايه والمركب بي ثم اذكر اسم المركب الناتج ينهر ابيض يبقى اولا المركب الاولان انت عرفت ان هو فورمالدهايد والمركب بي اللي هيتفاعل معه عشان يدي احد انواع البلاستيك الشبكي كان الفينول يتفاعل الفينول مع الفورمل دهايد ويعتبر التفاعل من تفاعلات البلمرة والتكاسف معطياً فوليمر شبكي يعرف باسم الباكلايت شفت الحتبة تككة كده ده أنا بأوريك الربط ما بين الأسئلة وبعضها فأخذ بالك من حاجة زي كده طب اللي بعد حمد الكربوليك اللي هو الفينول من غاز المستنقعات بص الكلام زي ما قلت لك غاز المستنقعات اللي هو الميسان طب الفينول بص المذاكرة الفينول بيتجاب من كلوروبنزين وكلوروبنزين بيتجاب من البنزين والبنزين بيتجاب من حاجات كتير بص trabalhar الحتة اللي أنا عرفت أتجعها أساسي هارجع كده يعني الفينول هو كده من كلوروبنزين وكلوروبنزين من بنزين خلص يبقى أنت عايز تجيب بنزين يبقى خلينا نتفئ انت عايز بنزين منين؟ من الميسان طب ما خلاص حبايب قلبي قام قال لي يبقى أنا معي الميسان يا مستر قلت له ماله ده حبيبي قال لي ميسر أشهر معادلة دي اللي مسكى المنهج كله قلت له ماله بقى قال لي هنسخم بشدة عند 1500 ونعمل فاست كولينج بتبريد سريع معادلة دي يا جماعة مهمة جدا لأنها مسكى المنهج كله كان بيدي ايه كان اتنين من ده جماعة بيحصل لهم تسخين بشدة ثم تبريد سريع كان بيدينا غازل إيساين سي تو اتش تو ويتبقى عندك سي دي اتش تو كده بقى معك إيساين يبقى كاين السؤال بيقول من الإيساين بقى هتلينا بنزين بتلو سهله خالص طب ما احنا معنا إيساين ثلاث جزيئات من الإيساين لسه أين لنا بالمرة ثلاثية في أنبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمراء والمعادلة جماعة بالشروط ما بش حاسمها من غير شروط خاصة ده انطلبة أزهر طبعا يدينا مين بره قال لي والله مستر طلعنا بره دينا بنزين بالمرة ثلاثية للإيساين قدتنا بنزين طب ما هو البنزين تعرف تجيب منه كلورو بنزين إزاي؟ بنزين هل جنى بالإحلال وليس بالإضافة طب إزاي كان بيتفاعل بالإحلال؟ قال لي والله كنت بجيب البنزين أحط له الكلور في وجود حاجتين الألترا فيولت وعمل حفاز عشان السي إل تخش تسحب واحدة إتش فيخرج بره إتش سي إل وتخش مكانها السي إل التالي طب أدي كلورو بنزين كلورو بنزين ده بقى حبيبي اللي هتجيبه منه مين؟ الفينول إزاي؟ ما هو ده كده هليد أرايل زي ما احنا أخذنا كلورو بنزين كان بيتفاعل مع إني وإتش عند تلتمية وتلتمية حرارة مرتفعة تلتمية درجة معاوية وضغط جوي حوالي 300 ATM عشان الـ NA تروح تسحب السي إل يبقى NACL ويخش مكانها الأو إتش الدانة فينول طبعا بقى ممكن يسألك كمان هتلنا بقى يلا سلاسي نايترو فينول المعروف باسم حمد البكريك قل له مش خسارة فيك اعمل له نايترة الفينول تعمل له نايترة يديك سلاسي نايترو فينول يبقى ده كده حمد كاربوليك المعروف شائعا باسم الفينول دي أسماء الشائعة طبعا يلا يا باش مهندس طبعا ميتا كلورو نايترو بنزين من بنزوات صدر يابني رتب الكلمة ميتا كلورو نايترو بنزين عشان تجيب ميتا كلورو نايترو بنزين لازم يكون معاك نايترو بنزين وتدخل على كلور والنايترو بنزين بيتجاب من البنزين شفت الرجاء اهي يبقى تاني اهو ميتا كلورو نايترو بنزين يبقى أنت محتاج تجيب أول حاجة لازم يكون معك نايترو بنزين والنايترو بنزين بيجاب من البنزين وهو بدأ من اين؟ من بنزوات سوديوم سهلا يبقى انت اول حاجة من بنزوات سوديوم هتجيب البنزين ايه الطريقة دي يا جماعة؟ لو انا معي بنزوات سوديوم حلقة بنزين عليها سي او او اني اي كنت بعمله تقطير جاف ودي نفس طريق التحضير الالكانات في المختبر بالتقطير الجاف لملح الحم ادي ان اي او ايتش في وجود سي اي او حرارة عشان مين كان بياخد مين؟ عشان دي كلها كده كانت بتتحد مع بعضها الان اي او كانت بتاخد من هنا السي او او ان اي اه دي كده كلها على بعض يطلع مين برا؟ يطلع برا ان اي اي تو سي او سري كربونات السوديوم ده بيسمون ناتج السنوي والاتش ترجع للحلقة فيرجع عندك بنزين طب بنزين بقى كلورة ثم نيترة ولا نيترة ثم كلورة لا نيترة الاولة مستر غيرنك عايز نيترو بنزين تعمله كالورة فيوجه لميتة قلت له احسنت يبقى دي حلقة البنزين نعمل لها نيترة والنيترة قلنا باضافة خليط النيترة حمض نيتريك في وجود حمض كابريتيك مركز ساخن عشان الو او اتش تسحب اتش من على الحلقة يدينا اتش تو او ومكان الاتش اللي خرجت هيخش انو او تو فيطلع عندك نيترو بنزين النيترو بنزين بقى تاخده تعمله الاحلال التاني تعمله عملية كلورة تمام كده يبقى دي عندك نيترو بنزين نعمله كلورة الاحلال التاني او عتنسى دائما ما يتم في وجود عامل حفاز تمام كده فهنا واحدة سي ال اللي هتاخد اتش فتخرج اتش السي ال والنيترو عندك هتوجه الكلور للموضع ميتا فيتكون ميتا كلورو نايترو بنزين بس كده لبعده اسيتال ضهايد من اسيتات السوديوم ياه فبص هو البداية اسيتات السوديوم دي ما لاشجر حاجة واحدة عندنا في المنهج قلت له ايه هي قال لي اسيتات السوديوم تقتير جاف يدينا ميسان قلت له حلو يعني دي ما لاشغل كده قال لي لا ما لاشغل كده بالنسبة للمنهج طبعا انا ممكن اجيب لك حاجة تانية بس لا خلينا في المنهج احنا مش هنخرج عن المنهج هو جماعة ان شاء الله في الانتحاء ما بيخرجش عن المنهج خاص ادي تقتير جاف مع الجير السودي تاني قلنا هيددي ان اتو سي او سري والسي اتش سري هتاخد الاتش يدينا سي اتش فور كده بقى معانا ميسان من الميسان انت عايز اسيتال دهايت طب انا عارف ان اسيتال دهايت بيتجاب من غازل اي سين هيضارها فزية يبقى انا عايز اي سين يا لسه واخدنا تاني دي بص التكرار بقى يخليك بتعيد المعادلات تانية يبقى غاز الميسان ده كنا بنعمله تسخين بشدة لالف وقمسمائة درجة ثم فاست كولنج تبريد سريعا يدينا غازل اي سين سي تو اتش تو زائد سري اتش تو غازل اي سين اللي خرج عندك يا محترم نعمله هيضارة حفزية ادي غازل اي سين سي تو اتش تو كنا بنضيف له المية بس المية كانت بتضافه في وجود ايه قوعة تنسى في وجود حاجتين التفاعل ده كان بيتم وهاشرح هنا قاعدة مهمة تاني ايه هي يا حبايب قلبي تعال بس الاول بعد ما نشرح الميسان ناخد القاعدة اتش تو اس او فور اربعين في المية وكابريتات الزئبق اتنين المسخنة حتى ستين درجة كان بيطلع الاول مركب غير ثابت اللي هو كحول الفاينايل الذي سرعان ما يتحلل معطيا ايه يا باش مهندس اسيتالدهايد يحصل له اعادة ترتيب طبعا ليه كان بيتحاول ان اول مركب غير ثابت كان بيبقى هنا في ربطة مزدوجة والسيدي شايلة او اتش احنا قلنا لو نتج عندك كحول غير مشبع يعني زرة الكربون بص التفاصيل اه يا جماعة يعني زرة الكربون مش راحة ايه بالراحة انت اول ما بيحصل التفاعل ده بتتكسر باي الاولى هنا بيكون في اتنين اتش وهنا بيكون في اتش و او اتش فكنا بنقول ده على طول بمجرد من نظر مركب غير ثابت ليه يا ابني ده مركب غير ثابت اللي هو كحول فينايل قوعة تنسى اقول تفاصيل كحول فينايل ده حباي بقلبي كان مركب غير ثابت يرد علي بطيقة الجميلة ويقول لي معلش مستر هو ليه كان مركب غير ثابت انا مش مذاك اقول له لو حضرتك عندك كحول غير مشبع زرة الكربون المتصلة بال او اتش عمل ربطة مزدوجة اعرف ان ده غير ثابت سرعان ما يحصل اعادة ترتيب اعادة ترتيب بتحصل ازاي؟ ده بتتكسر باي دي والربطة اللي بين او اتش دي بتتكسر عشان ال اتش دي تيجي هنا طب اعادة ترتيب بقى يحصل ايه؟ السي دي كان معها اتنين اتش تروح لها ال اتش التالتة اللي كانت مع الاو اما التانية هتبقى سي اتش او مين اللي قدامك ده بقى كده باش مهندس؟ قال لي اللي قدامي ده كده مستر اسيتالدهايد المعروف باسم الاسانال قلت له احسن خد بقى باش مهندس القاعدة دي يبقى القاعدة اللي عندك هنا بقى مهمة جدا ايه هي؟ ان حضرتك لو عملتها ادارة حفزية للاساين للاساين بس الاساين يدي الداهايد اسيتالدهايد اما لو عملتها ادارة حفزية لأي الكين تاني احب اقولك انه يطلع كيتون على طول يعني لو معاك بروبين وضفت له مية والسؤال ده جاي في انتحان السنة اللي قبل فاتت بروبين وضفت له مية هيطلع كيتون اللي هو بروبانون طب لو معاك بيوتين واحد بيوتين يطلع بيوتانون تبعا لقاعدة ماركونيكوف لان الاول برضو هيطلع معاك مركب غير ثابت كده هتكسر الرابطة وتعمل اعادة ترتيب بس المرة دي زرة الكربون المتصلة بالقاعدة هتكون وسطية مش طرفية فلما تطلع وسطية ما تديش مجموعة الداهايد تدي مجموعة كيتون وبالتالي اسمع القاعدة دي الايصاين فقط هو الالكين الوحيد الذي عندها هيدارته ينتج الداهايد بينما جميع الالكينات بعد ذلك ينتج عن الهايدارة الحفزية لها ايه باش مهندس ينتج عن الهايدارة الحفزية لها كيتونات لبعد كده باش مهندس بيقولك بروميد ايصايل من اسيتل دهايد بروميد laying دهايد بروميد الايصايل من اسيتل دهايد طيب الراح بروميد عيصايل ده ينفي دها quaches ينفي دها من كلها قاعدة طيب انا معي اسيتل دهايد اعمل فاخر اه ايه انا الليي Alles مصطلق الحرية والد قال لي بصها مستطر اinary يبقى اسيتل دهايد ده كلنا عارف funcion ان الهيدات تقبل شفتين تقبل الاجتسادة معطية احماض وتقبل الاختزال معطية كحولات طب ما خلاص يبقى هنا أنا اختزل البشمهندس ده بالهايدروجين طب لما اختزله بالهايدروجين يدينا مين يديناك حل إيسيلي يديناك حل به نفس عدد زرات الكربور الرجل الطيب كان إيسا نال أنا لازم أبقى مذكر كده جماعة هو كان إيسا نال اختزلته بقى إيسا نول أما لو كنت أكسيته كان بقى إيسانويك أوعى تنسى نحن قيلين قاعدة كل L يقبل حكتين يقبل الأكسيته يدي ويك يقبل الاختزال يدي وول يعني يتأكسد يدي حمض يختزل يديك حل دي القواعد اللي احنا عايزين نطلب فاهمها يبقى إيسانول اختزله يدي إيسانول طب أنا معاك حل إيسيلي وعايز أخليه بروميد إيسايلي يعني عايز أخرج الـ OH دي ودخل مكانها بي آر يا على السهولة يا على السهولة أعمل إيه؟ أفعله مع HBR اللي هي الأحماض الهالوجيني في وجود عامل حفاز بص بص الحتة دي يعني حتى بص الحركة دي لا مش حتى بص الحركة دي ده أنا عايز أعلمك حاجة في وجود ZNBR2 اللي 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 اجبتها منين ده مستر ده أنا مشوفش العامل الحفاز ده خالص لأ انت شفت عامل حفاز زيه بس كان ZNCL2 لما كنت بتفعل مع HCL لكن أنا بمقيني أدخل HBR أفعل مع ZNBR يعني إيه دي حتة كده في الميكانيزم إن شاء الله هتدرسها وإنت في الجامعة يبقى فتكرني ساعتها كده ويدعيي لربنا يكريمك لشيخ اله دي تأخذ الOH H مع الOH يدينا H2O ويطلع عندك C2H5BR هليد الألكيل برونيد إيسايل واحد تاني قال لي بصراحة مستري أنا ما كنتش هعمل كده قلت له كنت هتعمل إيه يا حبيب قلبي يا جميل قال لي والله يا مستر أنا كنت هجيب صاحبنا ده أنزع منه مية يديني إيسين قلت له عاش وإيسين أضيف له HBR يديني برون وإيسان قلت له أحسنت انت كده واحد فهم عضوية وفعلا الطريقتين صح اللي بعده حمد الكربوليك فينول من الأسيتيلين خلاص بقى الفينول بيتجاب من كلورو بنزين بص لتعاد تاني ازاي بس من حاجة تاني كلورو بنزين وكلورو بنزين بيتجاب من البنزين والبنزين بيتجاب من الإيصين يا خلاص بقى ميستر خلاص بقى ميستر لا مش خلاص حيبقى لبي تدريب يخليك أحسن يبقى أنت كنت بتجيب الإيصين في أنبوبة نيكل مسخنة للإحمرار رد نيكل تيوب دي كان اسمها بلمرة ثلاثي البشر لما كان بيحصل له بلمرة ثلاثية كان بيدينا مين قال لي والله يا ميستر كان بيدينا بنزين تقول له أحسنت يا حمادة والبنزين ده نعمله هالجنب الاستبدال أهي عشان يدينا هاليد أرايل يبقى مع الكلور صح كده أنا فوقود الألترا فيولت وعمل حفاز عشان يسم التفاعل بالاستبدال يدينا كلوروبنزين سي أللي تسحب أتش يبقى أتش سي أل ومكانس الأتش اللي خرجت هتخش السي أللي مرة تانية يدينا كلوروبنزين طيب جميل جدا اللي بعده كلوروبنزين هاليد أرايل أعمله تحلل مائي قلوي الاني ايه تسحب السي أللي يبقى اني ايه سي أل ومكان السي أللي خرجت هندخل الأو اتش يدينا عندك فينول المعروف باسمه حامد الكربوليك قوعتين سي مستر 300 درجة مئوية و300 ضغط جوه 300 300 وده معناها برضو جماعة ان فاصل مجموعة هنا دخول مجموعة الهيدروكسيل كان صعب شوية التفاعل ده ما كانش سهل والدليل انه احتاج حرام ورتفع وضغطه مرتفع حمد الأسيتيك من كلوريد إيسيل بالراحة حمد الأسيتيك بيتجاب من الكحول الإيسيلي بالأكسرة طب ما أنا معايا كلوريد إيسيل كلوريد إيسيل هاليد ألكيل أعمل له تحلل ماء قلوي خلاص بقى جماعة الحاجات دي تهرست دي الطريقة العامة لتحضير الكحولات أفعله مع كي و إيتش أو إن و إيتش ساخن عشان الكي تسحب السي إل ليبقى كي سي إل ويدينا برا سي تو إيتش فايف أو إيتش أبشر بقى مع الكحولة إيسيلي الكحول الإيسيلي أو عتنسى كحولة أولي نعيد تاني طب الكحولات الأولية تقبل الأكسدة على مرحلة ولا مرحلتين قال لي تقبل الأكسدة على مرحلتين قلت له ليه تقبل الأكسدة على مرحلتين قال لي عيبة مستر إحنا بنرجع أبس مش للدرجات يعني أنا مذاكر قال لي لأن نظرة الكربينول أو لأن الكربينول يتصل مباشرة بإتنين إيتش وواحدة وإيتش فالرجل الجميل ده ينفع يتأكسدة على مرحلتين يدي ألضهايت ثم حمد طب ما أنا عايز إيه؟ أنا عايز الحمد خلاص يا عم أعمل حاجة اسمها أكسدة تمة يعني اكتب كده عساه برر من جنات البوتسيا من المحمدة بحمد الكابرتيك واختب كده عشان بس إيه؟ أكسدة تمة يعني دول المرحلتين ده يتأكسدة أكسدة تمة يدينا سي أتش سري سي أو أو إتش المعروف بإسم حمد الإيسانويك أو حمد الأسل حمد البكريك سلاسي نايترو فينول من الهكسان العادي بس بس تاني 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 حمد بكريك تاني لازم أقول لي نفسي كده لازم أبقى عارف سلاسي نايترو فينول طبعا كمان رجع مع نفسي قبل ما حل كده السؤال بتاع كيف تحصل على سلاسي نايترو فينول المستخدم كمادة متفجرة إنه مادة عديدة نايترو كما يستخدم كمادة مطهرة لعلاج الحروق لأنه بيغطي الجلد بطيخة بطبقة لونها أصفر هذه الطبقة بعد عدة أيام تجف ويتكون مكانها طبقة جديدة من الجلد وعشان كده هو مادة متفجرة في علاج الحروق حد بص الكلام بص أنا حيب أود وجهب الظهر ده إن شاء الله عليك يعني أنت واخد رخصتك كلها الورقة سلاسي نايترو فينول بيتجاب من الفنول وفنول من كلوروبنزين وكلوروبنزين بيتجاب من البنزين والبنزين بيتجاب من هكسان يعني لا أنا هعمل كل ده لأنت هتعمل أكتر من كده إن شاء الله يبقى هنا حبايب قلب المحترمين C6 H14 هكسان عادي إعادة تشكيل محفزة بإمراره على البلاتين مع التسخين كان بيدي بنزين واربعة هيدروجين يا السلام معادلة بسيطة أبشر بقى معاك بنزين يا حمادة قال لي البنزين ده نعمل له عملية كالورا بس بالإحلال مش بالإضافة لأنه بالإضافة يدي جامكسان قلت له عاش قال لي في وجود الألترا فيولت وعمل حفاز قلت له تمام قال لي سي إل تصحب إتش يبقى إتش سي إل ومكان الإتش اللي خرجت هتخش واحدة كلور يدينا كلورو بنزين قلت له تمام قال لي كلورو بنزين اللي معاك ده بقى ممكن تجيب منه الفينول قلت له تمام إزاي بقى قال لي ما إحنا لسه واخدينها هتحلوا الماء قاعدي هفعله مع محلول قلوي من إن وإتش في حرارة مرتفعة وضغط مرتفعة 300 درجة مئوية و300 ضغط جو تمام قال لي تمام الإن إيه تاخد السي إل يبقى إني إيه سي إل ومكان السي إل اللي كانت موجودة على الحلقة يدينا أو إتش حلو بقى فينول الفينول الجميل يا حبيب قلبي تعمله عملية نايتارا بس ده يا حمادة لما بيحصل له نايتارا بيحصل له نايتارا ثلاثية وهنا يطلع واحد بطيخة زي كده واحد كده لسه بيهزر وما خلصت الدنيا دي بس إحنا بنساعد هو هو هيساعد نفسه إن شاء الله عملية النايتارا هنا ليه بتكون ثلاثية لأن مجموعة اللي هيدرق صائل اللي موجودة على الحلقة يا حبيب قلبي دي مجموعة بتزود الإحلال بتود الأورسو بارا المجموعات يا جماعة احنا قلنا المجموعات اللي بتزود الإحلال بيكون لها تأثير حس موجة positive conductive effect بينما حضرتك المجموعات اللي بتوجه لموضع واحد دي بتقلل من قدرة حلقة البنزين على الإحلال تمام كده وده كله حبيب قلب إن شاء الله الله ما تخش الكلية لأن التفرع اللي بيخش على الحلقة بيأثر على طاقة حلقة البنزين عن طريق التأثير على الرنين اللي بيحصل جواها ربنا يا كريمك كده يا ابني وتطلع يعني يخش كلية سيدلة وتتنفخ بعد كده كيميا وتفهم إن الكلام ده كان كله تهريب 3OH يسحبه 3H يدينا 3H2O تمام كده ومكان كل واحدة H خرجت هيخش NO2 يبقى دي الOH زي ما هي أدي NO2 NO2 O2N سولاسي نايتروفينول المعروف باسم حمض البكريك مادة متفجرة ترى كده كلام غير ومتنظم كده ال swapped لبعده كحولي بيوتيلا سالسي من هذا عبه أقاي المناسب ربما فلاش لم تفعل Donc لا وعنده كحول بيوتيني يبقى كمان كولوريد البيوتايل كان سالسي. اللي قدامك ده كولوريد او بروميد او يوديد كولوريد بيوتايل سالسي. ليه? لان السيل متصلة بالسي ال تتصل مباشرة بثلاث مجموعات القايد. ده سالسي هو. طب ما انت هتعمل لتحلل الماء قلوي مع كي و اتش? صح? عشان كي تسحب السي ال يبقى كي سي ال بس كده. ومكان الاتش اللي خرجتها هتخش الو اتش يبقى دي سي. سي اتش سري سي اتش سري سي اتش سري او. ومكان السي ال اللي خرجت دخلت الو اتش. فطلع عندك كحول بيوتيني ثالسي. المعروف باسم اثنين ميسايل اثنين بروبانول. وده ابسط هاليد الكايل اللي ينفع تجيب منه كحول مالو ثالسي. طبعا بنأكد تاني هزا الكحول اللي يقبل الاكسادة لعدم اتصال الكربينول بزراتها الهكسان الحلقي من كلوروبانزين. بالراحة بس. هكسان حلقي بيتجاب من البنزين. طب بنزين يتجاب من كلوروبانزين اه. مش انا معي كلوروبانزين يا راجل يا طيب. بص هي ليه? هي دائرة مغلقة احنا عملين نلف فيها. طب ما خلاص. كلوروبانزين احنا لسه اوغدنا. افعله مع اني و اتش. تحلل الماء القلة والهاليد الارايل. عند تلتمية درجة شوف المعارلة بقى عملت اتحاد ازاي? وتلتمية ضغط جو. قال لي صح. خلاص انا زيقت من المعارلة يا ميستر. لا حبيبي. اوصولك لمرحلة الزهق دي معناها خلاص بقى ان المعارلة دي بقت بالنسبة لك ايه? خلاص. مش هتنساها ان شاء الله. على حلقة البنزين بقى مكان الل يخش الو اتش. بقى فنول. قال لي تماما. قلت له الفنول ده بقى يا بطل. ناخده نختزله بالزد ان. قال لي تماما ميستر. عملية اختزال اخدناها بالزد ان. ساخن. يحصل ريداكشن ريداكشن. الزد ان تاخد الاو. يبقى زد ان او. وكده يا باش مهندس بقى معك مين? قال لي بقى معايا بنزين. طب معه البنزين ده. مركب اروماتي غير مشبع. اعمله هدرجة. كان بيتفاعل مع تلاتة اتشي طول انه هو جوا تلاتة باي. في وجود ضغط وحرارة وعامل حفاز. كان بيتكسر التلات روابط باي ويتكون عندك سايكلوهكسان سي ستة اتش اتناشر اللي هو هيكسان حالان. بس كده. لبعده. اسير سنائي الاسايل من هاليد الكايل مناسب. بالراح. اسير عندك في المنهج ما بيتجابش غير بطريقة واحدة. نزع المياه من كحول الاسيل. يبقى انت عايز كحول. هو هنا اسير سنائي الاسايل. يبقى من كحول الاسيل. طب كحول الاسيلي من هاليد الكايل. طب ما خلاص سهلة. طب ما انا اجيب كولوريد اسايل. ده المناسبة. اعمله تحلل ماء قلوي. مع كي و اتش. الطريقة العامة لتحضير الكحولات. الكي تسحب السي ال. يبقى كي سي ال. ومكان السي ال اللي خرج تدخل ال او اتش. يبقى سي تو اتش فايف او اتش. بقى مع الكحول الاسيلي. كحول الاسيلي عايز تجيب منه اسير سنائي الاسايل. افكر طلابنا تاني. ده كان نزع المياه من الكحول. بس حبيبي اللي فاكر. واللي مش فاكر نفكره. نزع المياه من الكحول كان النتج بتاعه بيتوقف على درجة الحرارة. ممكن النزع يتم عند مية واربعين او عند مية وتمانين. لو تم عند مية واربعين زي ما هو قدامك كده باستخدام حمض الكابريتيك. بيتم نزع جزيق مية من اتنين جزيق كحول فيدينا الاسير. اهو كده. اتش تاخد او اتش يدينا اتش تو او. ويتفضل معاك سي تو اتش فايف. او سي تو اتش فايف. المعروف اسمه اسير سناء الاسايل او اسمه اسير معتاد. بس كده. بينما لو نزعت الان دا مية وتمانين كان ادانا الالكين اللي هو الاسين. بنزين من الطلوين. يا سلام. بنزين من الطلوين مش العكس. مش طلوين من البنزين. طب معادي. الطلوين ده. كنا بنكسيده بغاز الاكسوجين في وجود خمس اكسيد الفاناديم عند ربعمية درجة. دي معاجل التحضير حمض البنزوك وقوعة تنساها لان دي اللي بتدخلك على الاحماض الاروماتية. فكان عندك مجموعة الميسايل اللي فوق دي بتتحول لمجموعة كاربوكسايل يخرج منها اتش ويخش مكانهم اتنين او. ويتكون عندك مية. عايز توزن? الاو اتنين خرجوا تلاتة. اضرب اللي اتنين دي في تلاتة. والتلاتة دي تتضرب في اتنين. كده القط ضبطت. حرقة بنزين واحدة خرجت اتنين اضرب في اتنين. حبيبي بقى معا حمض بنزوك. طب ما خلاص سهلة. من حمض البنزوك هات بنزين. قال لي خلاص. حمض البنزوك اعمله تفاعل تعادل مع قلوي اللي هو اني واتش. حمض مع قلوي يدي ملح ومية. الاتش دي هتخرج مع الو اتش دي. اتش مع او اتش يدينا اتش تو او. ويخش مكان الاتش. اني ايه? فيبقى معانا بنزوات السوديوم. بنزوات سوديوم ده ملح يحمض البنزوك. اللي انا هاخده اعمله تقطير جاف مع الجير السودي. ادي سي او او اني ايه? تقطير جاف مع الجير السودي. اللي هو خليط من صودة كوية وجير حي. حيصي يعمل الجير الحي كمادة سهرة تعمل على خفض درجة الانسهار. يتكون عندك برا. اني اي تو سي او دي. اهي. دي كده اهي. تاخد دي. والاتش ترجع للحلقة تاني فيتكون عندك بنزين عطري. وبكده يبقى انت جبت البنزين. طبعا لو كان قل من البنزين يرجع تاني هالطلوين قوله عادي. البنزين ده ناخده نعمله الكلة. اللي هو تفاعل فريج الكرافت يرجع طلوين. يبقى من الطلوين ينفع تجيب بنزين والعكس. الطلوين من حمض البنزوك. طب ما دي لسه زي اللي قدامها ايه خلاص بقى طلوين من حمض بنزوك. يبقى حمض بنزوك مع اني وقيتش بنزوات سوديوم. بنزوات سوديوم ما انا قلتها ايه خلاص بنزوات سوديوم تقطير جاف يدي بنزين. بنزين الكلة يدي طلوين. بص اهي. الحل بالخلف. ما انا قلتها لك بقى شفت بقى فهتلاقي ليه? الامثلة اللي فيها ربط بينها وبين بعد يا جماعة هتلاقيها بسيطة خالص. حل السؤرة خم خمستاشر. هو عندك الحل اللي انا حلته في اربعتاشر. طب تعالا بقى على الورا. اسيتات ماغنسيوم من الاسيتيلين. طب ما اسيتات ماغنسيوم من حمض الاسيتك. يبقى انت معاك اسيتيلين عايز تجيب منه حمض اسيتك. يا عالسهولة. سهلة خالص ده جماعة. ليه? غاز الايساين اللي هو الاسيتيلين كنا بنعمله هيدارة حفزية. كتلستهيدريشن. استواغدنها. اهم معادة دي في المنهد. مسكة المنهد كل. باضافة المية في وجود حمض كابريتيك اربعين في المية. وكابريتات زئبق مسخنة حتى ستين درجة. كان بيديننا اسيتالدهايد. اسيتالدهايد اللي بيقبل حكتين. قال لي خلاص بقى مستر انا عرفت يقبل اكسادة ويقبل اغتزال. قلت له برافو عليك حبيب قلبي. اي الديهيد كده? طب انت عايز تجيب منه ايه? قال انا عايز اجيب منه حمض. قلت له خلاص. يبقى اسيتالدهايد ده هنعمل له عملية اكسادة. باستخدام برمنجانات البوتاسيوم المحمدة في حمض كابريتيك مركز. البرمنجانات كان بنروح يديله واحدة او فيحوله الى سي اتش سري. سي او او اتش. حمض الاسيتك. حمض الاسيتك يتفعل مع الماغنيسيوم. يبقى ده سي اتش سري. سي او او اتش زائد الامجي. الامجي يحل محلها هيدروجين الحمض فيتكون عندك سي اتش سري سي او او باي او ام جي. اسيتات ماغنيسيوم. والاتش مع ال او اتش يدينا اتش تو او. طب ادي اسيتات واحدة خرجت اتنين. اضرب في اتنين. تمام? اتنين اتش خرجت اتنين اتش واحدة ماغنيسيوم خرجت واحدة ماغنيسيوم. يبقى كده المعادلات صح. اللي بعده مركب يستخدم في تغفيف الالام الروماتزمية. زي تول مروخ. خليك زاكي يا ولا. من كولوريد ميسيل. طب تعالوا نتفق على حاجة. البشمهندس ده كان بيتجاب من اين? زيت المروخ. محتاج تجيب حاجة من اتنين وتحطها على التانية. يا يكون معاك حمض سلسلك وتحط لك حلي ميسيلي. يا يكون معاك حلي ميسيلي وتجيب حمض سلسلك. انت ما عندكش في المنهج انك تحضر السلسلك. ما عندكش انك تحضر. احنا ممكن نحضره طبعا. لكن انا بتكلم ان انت لأ هتجيبك حلي ميسيلي. طب موامد ديك يبص بقى من كولوريد ميسيل. اخد بالك السؤال ده جيسا انا يا عمى. قال لهم هتلينا بقى من كولوريد ميسيل زيت المروخ. يبقى كولوريد ميسيل تحلل الماء قلوي. من غير ما نلف بقى جماعة هي. طريقة العامة لتخضير الكحولات. الكيهة تاخد السي ال. ويدينا عندك كحول ميسيلي. طب ما خلاص كده. كده بقى عندك كحول ميسيلي. كحول ميسيلي تفعله مع حمض السلسلك. اهو. حمض السلسلك كان حلقة بنزين. عليها سي او 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 اتش. وعليها او اتش. هو تنسى ان ده هيتفعل مع الكحول ميسيلي. يبقى هو هنا هيسلك سلوك الاحماد. قد الكحول ميسيلي. سي اتش سري او اتش. تفاعل اسطرة. كان بيخرج ايه من الكحول? الاتش. ويخرج ايه من الحمض? او اتش. اتش مع او اتش يدينا اتش تو او. فيطلع اسطر موجود عندنا. هذا الاسطر هو اسطر سلسلات الميسيلي. يكتب ازاي? ادي ال او اتش مجنناش جنبه. فوق بقى كان عندك مين? قال لي كان عندي سي او. ودي او سي اتش سري. المعروف باسم كميائي اسطر سلسلات الميسايد. او المعروف يا جماعة تجاريا او شائعا باسم زيت المروخ. واوعى تنسى بما انه اسطر يبقى هذا الاسطر يتحلل في ثلاث اوساط. يتحلل مائيا في وسط حامضي. معطيا كحول ميسيلي وحمض السلسلك. ويتحلل مائيا في وسط قاعري. معطيا كحول ميسيلي وسلسلات السوديوم. ويتحلل في وجود النشادر معطيا كحول ميسيلي وسلسع مائد. اميد الحمض العلو. لبعده الاسيتامايد من من اسيتالضهايد. طب الراحة بس اسيتامايد ده الامايد ما يتجابش غير بحاجة واحدة. تحلل النشادير الاسطر. وللعلم يا جماعة هو بصراحة بيجي من تحلل النشادير الاسطر. وينفع كمان من تحلل النشادير للحمض او تفاعل الحمض مع النشادر. بس الحيطة دي مش عندنا. خلناها في المنهد. اللي في المنهد انها لازم يكون معي استر وعمله تحلل النشادير عشان يدينا اميد الحمض. طب ما هو اسيتامايد من حمضة اسيتك. وعشان تجيب حمضة اسيتك. طب ما انت معك اسيتالضهايد يا ولا? قال لي خلاص يا مستر. يبقى اسيتالضهايد اللي معايا ده اعمله اكسادا بيرمينجانا بوتاسيا. واحد تاني قال لي طب ما انا ممكن اعمله اختزال يدينك حل وحط له الحمض. قلت له برضو صح. الاتنين صح والله العظيم. حب انا العيال الجامدة دي. دي بر من جنات محمضة. نعمل عملية اكسادا يدينا حمضة اسيتك. طب حمضة اسيتك افعله مع الكحول الايسيلي يدينا استر اسيتات الايسايل. مانا لازم يكون معايا استر اوه. يبقى دي حمضة اسيتك. افعله مع الكحول الايسيلي. في وجود مادة نازعة للماء. خلاص بقى مستر اتعلمنا. مثل حمضة كابريتيك المركز لمنع حدوث التفاعل العكسي. ده بينزع الماء. تاني بيخرج من الكحول اتش. وبيخرج من الحمضة اتش. اتش مع او اتش يدينا اتش تو او. ويطلع عندنا برا حاجة اسمها استر اسيتات الايسايل. سي اتش سري سي او او. سي تو اتش فايف. معايا بطيخة. قال لي معاك مستر. ادي استر اسيتات الايسايل. نعمله تحلل نشادري. يبقى دي سي اتش سري. سي او او. سي تو اتش فايف. وعمل له تحلل في وجود النشادر. اللي هو اتش ان اتش تو. وحيقولك المستر ليه كان بيكتبها كده? قلنا ان الاتش دي بترجع للجزء بتاع الكحول. فيدينا سي تو اتش فايف او اتش. احنا عارفين ان كل تحلل الاسترات بيخضع لقاعدة بسيطة او يكون نايلينها. ادين الاتش بسرعة. مين ده بتاعدين الاتش بسرعة ده? ده كحول. لازم ياخد الاتش على طول كده. وهنا الحمض ياخد الباقي. طب ايه بقى الحمض ياخد الباقي ما احنا قلنا هو سي اتش سري سي او. هتاخد الباقي اللي هو ان اتش تو. بس كده. ادي كده اسيتا من اسيتات ميد سي او ان اتش تو. وكحلي ميسيلي. طب ما هو امديك طلوين يا سلام. لسه اواخدينها من شوية. طلوين نعمل له عملية اكسدة يدينا حمض بنزوك. يتاكسد بالاكسوجين. في وجود خامس اكسيد الفاناديم كعمل حفاز. كان بيتاكسد يدينا مين يا ميستر? قال لي والله يا ابني كان بيتاكسد يدينا حمض البنزوك. حلقة بنزين عليها سي او اتش. ويد الميا اتش تو او. ده الناتج السنوي. اوزن. اتنين خرجت تلاتة. اضرب الاتنين دي في تلاتة. والتلاتة دول كل واحدة اضربها في اتنين. حلقة بنزين واحدة خرجت اتنين. اضرب هنا في اتنين. يا سلام. بقى معنا حمض البنزوك. حبايب قلب المحترمين. حمض البنزوك تعمل له تفاعل اسطرة. مع الكحول مين بقى? هو بنزوك ايه? ميسايل. يبقى مع الكحول ميسيلي. في وجود مادة نازعة للماء مثل كولوريد الهيدروجين الجاف. وهنا يظهر السؤال المعتاد. استري. هو ليه ما حطش حمض الكابريتيك مركز عند اسطرة حمض البنزوك. قل له بس يبقى. علشان ما يتجنب سلفانة حمض البنزوك. لو حطت هنا حمض الكابريتيك. ممكن حمض الكابريتيك بدل ما يخش ينزع الماء يعمل سلفانة للحمد. واحنا مش عايزين ده يحصل. وبالتالي كمان مرة. اتش من الكحول. او اتش من الحمد. اتش مع او اتش. ادينا اتش تو او. والباقي بقى يتحد مع بعضه. يبقى دي حلقة البنزين. كان معاها سي او. واخدت او سي اتش سري. بقى معنا استر بنزوات الايسايل او اي اي اسب ميسايل. استر بنزوات ميسايل. بنزوات ميسايل بقى بالمرة. اللي لو عملت له تحلل نشادر يديك بنزا ميض. الدكرون من الايسلين. سؤال الاول. ايه الدكرون ده? الدكرون ده بوليستر. نشأ من تفاعل مين? ايسلين جيلايكل مع حمد التير في سالك. يبقى انت عشان تجيب عليها في الدكرون لازم حضرتك يكون معاك تير في سالك وتحط له ايسلين جيلايكل. يكون معاك ايسلين جيلايكل وتحط له تير في سالك. قال لي طب انا معايا غاز الايسيني. قلت له يا السلام. ده عز الطلب يا. ده عز الطلب يا حبيبي اللي بتفهم. قال لي نعمله ايه? قلت له يبقى الايسين ده نعمله اكسر بتفاعل باير. اللي هو باضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم في وسط قلوي هنا مش حامضي. عشان يوفر ايونات الو ايتش. كان ايه اللي بيحصل صديق العزيز? قال لي دي كانت سي ايتش تو. قسرنا الرابطة المزدوجة سي ايتش تو. دي راح لها او ايتش. دي راح لها ايتش. فيتكون السيلينجي لايكل عديم اللون اللي هو اسمه واحد واثنين سنائة هيدروكسي ايسان. السيلينجي لايكل ده حبيب قلبي اللي هنعمله تفاعل بالمرة بالتكاسف مع حمض التير في سالك. ايه حمض التير في سالك ده? حمض التير في سالك ده جماعة كان قبرة عن حلقة بنزين متصل بها مجموعتين كاربوكسايل او عتنسى في وضع تقابل. قدر اقول تير في سالك او اقول شطور حبيب قلبي. يلا بقى 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 اللي بيحصل خلاص بقى بقى بيخرج من الحمض هنا الجميلة دي. وبيخرج من الكحول الجميل ده زي ما احنا متعوديين. يلا بقى بخرجوا انتو الاتنين بار. يلا بار. يلا بار. ادي المي. ما انت عارف لبا المرة بالتكاسف بيلزم فيها فقد جزيء بسيط كلماء. وتقوم كاتب بقى عادي. يبقى دي او اتش ها. سي اتش تو. او. سي اتش تو. ها. او. سي او. ادي حلقة البنزين. ويفضل معك سي او او اتش. ده كده الوحدة الاولى في عملية البلمرة. الموبالمر المشترك. اللي هيكمل بعد كده. طبعا بيكمل ازاي? بيجي جزيئات اخرى من الحمضة تهاجم الجهة الكحولية. وجزيئات الكحولة تهاجم الجهة الحمضية. حتى يتكون كوليمر طويل 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 طويل. خامل نسبيا. يعرف باسم الياف. الدكرون. والمستخدمة في عمل. سمامات القلب. واستبدال شرايين القلب التاليفة. لانها مادة خاملة كيميائيا لا تتفاعل مع مكونات الجسم. عايزك كده بصت بقريق وانت بتحل. عايز اسبرين? اه يا مستر بصراحة محتاجه علشان الصداع من كتر الشغل اللي انا اشتغلته. وماله حبيب قلبه. الاسبرين علشان يتحضر محتاج حاجتين. حمض سلسلك وحمض اسيتك. يبقى يكون معاك سلسلك وتحط له اسيتك. يكون معاك اسيتك وتحط له سلسلك. في الحالة دي يا عم الناس يتكون عندك اسبرين. طب انا معايا مين? معايا ايسانال تاني برضو. طب ما خلاص. معايا ايسانال مش هقولك اعمل له اختزال. لا. معايا ايسانال اعمل له اكسادة. لي يا حبيب قلبي? لان الباشا ده لما يتاكسد ببرمنجانات بوتاسيام محمضة. كان بيدخل واحدة قول اسيتالضهايض يدينا حمض الاسيتك. كده بقى معاك حمض الاسيتك. حمض الاسيتك يتفاعل مع حمض السلسلك من خلال تفاعل اسطرة. بس هنا حمض السلسلك هيسلك سلوك الكحولات ابتختي. طب ليه ميستر يسلك سلوك الكحولات او الفنولات. لانك يا بشا مفعله مع حمض. ادي حمض الاسيتك بكل هدوء. سي اتش سري. سي او اتش. واحد يتستغرب. ليه الميستر بيقلي. لما انت عارف يالك. عشان اخرج من الحمض ال او اتش الجميلة دي. وخرج من الكحول ال اتش الحلوة دي. كده اهو يالا. اتش مع او اتش يدينا اتش تو او. ويبقى ادي عندك حمض السلسلك خرج منه الجزء اللي تحت ودخل مكانه مجموعة الاسيتايل. يبقى تعالى. انت هنا زي ما انت. محصلش حاجة. انت لسه زي ما انت. يا السلام يا ابني. فنان والله. ادي الاو. ودي سي او سي اتش سري. فيتكون عندك استر. اسمه اين استر ده? اسمه اسيتايل حمض السلسلك. اسيتايل حمض السلسلك المعروف شائعا باسم الاسبرين. تعالي يبت. تعالي يقت. اسيتايل حمض السلسلك ده اللي هو الاسبرين ده من الاسترات. ماله بقى. يتحلل بثلاث طرق. يتحلل مائيا في وسط حمضي. معطيا حمض الاسيتك وحمض السلسلك. ده التحلل في المعدة. لو يتحلل في المعدة يرجع كده الاصل. عشان اللي كان بعيتلي. على الصف حقول لي مستر تحلل الاستر في المعدة. تحلل الاسبرين في المعدة ازاي? ايه بطيق? هتجيب الاسبرين وتحطها في المياه. عكس التفاعل ده. يديك حمض سلسلك وحمض اسيتك. طب لو حضرتك عملت في لها تحلل الماء في وسط طاعريق. لا والله هيدينا حمض اسيتك وسلسلات الصد. لا هيدينا آسف. آآ حمض سلسلك لانه هو كحول وهيدينا اسيتات صودي. طب لو عندك في وسط نشادري هيدينا حمض سلسلك واسيتامايد. بس كده. طب السؤال اللي جيبها بص السؤال اللي جيب في النموذج الاسترشادي. واحد يقول لي مستر طب ما تقول لنا بتاع الاسترشادي. قلت له ايه لي بتاع الاسترشادي? قال لك كان جايب الاسبرينة. وبيسألك الاسبرينة دي ان شاء الله. الاسبرينة دي تتفاعل مع كامل من اني او اتش. ياه السؤال ده عميق او يا لا. ده يتفاعل مع كامل من اني او اتش. اقول لك انا. اولا ده يتحلل مائيا في وسط قاعدي. فلما يجي يتحلل هيديك حمض اسيتك وحمض سلسلك ادي او استات صوديو. ادي هنا عندك واحدة. وبعد كده عن طريق مجموعة ال او اتش بيتفاعل بواحدة. ان دي مجموعة او اتش في الفنول بيتفاعل مع القلويات. قد التانية. وعن طريق مجموعة الكاربوكسايل بيتفاعل بالتالتة. ما شاء الله عليك. يبقى ده بيحتاج ثلاثة مول من اني او اتش. وده كان سؤال في النموذج الاسترشادي. يقول لك الاسبرينة لو اضيفت الوافرة من اني او اتش هتفاعل مع كام مول هتفاعل مع ثلاثة. ليه هتفاعل مع ثلاثة? الاولانية هيعمل لها تخلل. يدينا اسيتات السوديوم. اسيتات السوديوم وحمض سلسلك. ادي واحد مول من اني او اتش. بعد كده بقى عندك حمض سلسلك اللي بيتفاعل بالناحيتين مع اني او اتش. فين الناحيتين دول يا بطيخة اللي بيتفاعلوا مع اني او اتش. ادي مجموعة الكاربوكسايل ودي مجموعة الهايدروكسايل. دي هتتفاعل مع اني او اتش. فتخرج الاتش وتخش مكانها اني ايه. وده هيتفاعل مع اني او اتش. فيخرج ال او اتش. ويخش مكانها الـN ايه؟ وبالتالي يبقى عدد مولات الـOH اللازمة لتحلل أو التفاعل أو لتتفاعل مع الأسبرين بتساوي 3 مول من الـOH أسود الكربون من أسيتات صوديوم سهلة أسود الكربون بيتجاب من الميسان والميسان بيتجاب من أسيتات صوديوم أبشر مش أنا معي أسيتات صوديوم أو إسانوات صوديوم أيوة أو إسانوات صوديوم أو أتنسى ده ملح فيه زرتين كربون يسانوات سوديوم نعمل له تقطير جاف مع الجير السودي اللي هو N-A-O-H في وجود C-A-O وهنا اعيد القاعدة تاني عشان ال-N-A-O دي تاخد ال-C-O-O-N-A ويخرجوا برا هما الاتنين على هيئة كربونات سوديوم ويخرج عندك غاز الميسان وهنا نفكر طلابنا بالقاعدة تاني بما اننا بنراجع ايه هي القاعدة حبايب القاعدة اللي عندنا يا شباب ان دايما اي الكان يحضر بالتقطير الجاف لملح الحمض الاعلى بزر الكربون يعني انت عايز ميسان الكان في واحدة كربون تجيبه من ملح في زرتين كربون بالتقطير الجاف غاز الميسان اللي عندك ده يا بطل كنا بنسخنه بشدة بمعزل عن الهواء الف درجة وزنو ايرف يعني لو تسخن في الهواء في الهواء هيحترق يدينا اسود كربون ويتصعد عندك غاز الهيدروجي بس كده اللي بعده بنزاماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا حمضة البنزوك من الطلوين الطلوين من البنزوك يا مستر، عاجبني قول راجعة يا مستر لاتريعها يكون سابقت بكنز، جيت بها ان احنا في بتوع عام من غير من انت المعادلات ترتيب خطوات يبقى بنزين الكلة هكتب لك انا على الساهمة هو يبقى اول خطوة الكلة في وجود الكل سري لمائل اللي هو فريد الكرافت يدينا طل وين حلقة بنزين عليها سي اتش سري وطبعا الاتش تفد السي الي طب كده بقى معاك طل وين طل وين اكسدا اوكسيديشن مع الاكسوجين في وجود خمس اوكسيد الفناديم شوفت عدد كم مرة دي وانحنا بنشتغل عند ربعمائة درجة يدينا حمض البنزود واوز المعادلاتي اتنين خرجت تلاتة اضرب دي في تلاتة واضرب دي في اتنين كده اتنين حلقة بنزين خرجت واحدة هيا يبقى دي عملية ايه بعد الالكلة بعد الالكلة عملية اكسدا بعد كده اسطرع افاعل حمض البنزود مع الكحول الاسيلي سي تو اتش فايف او اتش في وجود اتش سي ال دراي كمادة نازعة للماء لتجنب سلفانة حمض البنزود يخرج من الكحول الاتش ومن الحمض او اتش يدينا اتش تو او ويتكون عندي استر بنزوات الايصايل ادي سي او او سي تو اتش فايف وادي حبيب قلب الاتش تو او استر بنزوات الايصايل اعمل له بقى تحلل نشادري يدينا اميد الحمض العضو اللي هو بنزا مائل يبقى دي سي او او سي تو اتش فايف اعمل له حبيب قلب تحلل نشادري اللي هو مع اتش ان اتش تو تعالى بقى الاتش مع السي تو اتش فايف يطلع سي تو اتش فايف او اتش ويدينا بنزا مائل بنزا مائل تاني اهي بكل بساطة ادي حلقة البنزين كان معاها سي او يرجع لها ان اتش تو يدينا اميد الحمض العضوي المعروف باسم بنزا مائل ويبقى زي ما انا قلتلك هم اربع خطوات يبقى هنا اخد بالك اهو اسطرة اهي الخطوة دي اسمعها اسطرة ثم تحلل نشادري يبقى الخطوات لما هيجبها لك بالعربي يبقى الخطوات الصحيحة للحصول على بنزا مائل بالبنزين الكلة اكسدة اسطرة تحلل نشادري تاني يبقى انا كمعايا بنزين عملت له الكلة يدينا طلوين طلوين اكسدة يدينا حمض بنزاوك حمض بنزاوك مع الكحول يدينا اسطر بنزاوات واسطر بنزاوات نعمل له تحلل نشادري يدينا بنزا مائل تللي بعد كده بقى حبيب قلبي ديطليك عايزين نجيبها منظف صناعي منظف ايه صناعي اقوعة يفتكت بصчи اقوعة تنزي بستخد عمال كده منظف صناعي اريل بقى برسيل decisively كلالمنظفات دي اسcast 1980 تعالي من مركبات حمض السلفونيك الاروماتيه بقى ابوا deve أرماني حبيب قلبي كنا نفضل 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 بنزين انا فكرا ما بيقول انه ونفضل نفضل نفضل لكن بقى موجا بطبي بحليد الكايل بحس يكون الكايل ده طويل السلسلة في وجود A, L, C, L, S, R, L, M عشان الـ X تسحب H من على الحلقة فيتكون R X R X ده حبيب قلبي اللي هو الكايل بنزين حلوة R دي ما عبا قلت R الكايل بنزين ده عام الناس اللي نيجي بعد كده نعمله عملية صالفانة نفعله مع حمض الكابريتيك الجميل المركز H O S O S R H كونت مركز عشان الـ O H تسحب H من على الحلقة يدينا H 2 O ويدينا الكايل حمض بنزين سلفونيك واعتنسى يبقى انت كم معاك الكايل بنزين وعملت له هنا سلفونة فاديك الكايل حمض بنزين سلفونيك S O S R H اللي قدامك ده الكايل حمض بنزين سلفونيك الكايل حمض بنزين سلفونيك يا باش مهندس اللي سيادتك كنت بتيجي تفعله مع قلوي عشان تخرج الـ H وتدخل مكانها N A فيصبح عندك الرأس عبارة عن مجموعة متأينة محبة للماء والزيل عبارة عن زيل تساهم كاره للماء فيتكون الملح السوديومي لألكايل حمض بنزين سلفونيك والمعروف باسمه منظف صناعي يبقى الـ H تاخد الـ OH H2O وهذه الـ R زي ما هي اللي هي مجموعة ألكايل طويلة زائد S O S R N A ويبقى عندك المنظفة وزي ما قلت لك رأس متأين محب للماء وزيل تساهم كاره للماء اسمه الكيميائي الملح السوديومي لألكايل حمض بنزين سلفونيك T N T من البنزين بالراحة T N T سولاسي نايترو طلوين سولاسي نايترو طلوين بينسج من نايترة الطلوين والطلوين بيتجاب من ألكايلة البنزين يبقى نرجع يبقى احنا معنا بنزين نعمله ألكايلة تفاعل فريد الكرافت أفاعله مع كولوريد ميسايل CH3CL في وجود كولوريد الألمونيوم اللامائي عشان الـ CL تسحب H يدينا HCL ومكان الـ H اللي تسحبت تخش مجموعة ميسايل يدينا ميسايل بنزين المعروف باسم طلوين طيب قادي الطلوين اللي عندك نعمله عملية نايترة وهنا برضو تاني للمرة التانية بتكون النايترة نايترة سولاسية واحد يقول لي تاني معلش مستر ليه النايترة هنا بتكون نايترة سولاسية هقوله لأن مجموعة الألكايل اللي موجودة عندك على حلقة البنزين من المجموعات الموجهة للموضعين أرسوفارا يعني بتزود الإحلال على الحلقة 3OH يسحبوا 3H من على الحلقة يدونا 3H2O ومكانة 3H اللي تسحبوا كل H هيفش مكانها إنه أوتو فيتكون عندك سولاسي نايتروتولوين المعروف باسم TNT تراي نايتروتولوين بس كده اللي بعده مبيض حشري من الأسيتيلين حبيب قلبي مبيض حشري اللي كان عندك كان الجاميكسان الجاميكسان بيتجاب من كالورة البنزين بالإضافة والبنزين بيتجاب من الأسيتيلين إزاي؟ يبقى سهلة خالص حضبطك معاك أسيتيلين بالمرة سولاسية في أنبوبة نيكل مسخنة لدرجة الإحمرار Red Hot Nical Tube العملية كان اسمها بالمرة سولاسية أو بالمرة حلقية كان بيدي بنزين البنزين كنت تتفعله مع الكولورة بس المرة دي بالإضافة مش بالإحلال طب لما كان بيتفعل بالإضافة كان بيتفعل مع إيه؟ كان بيتفعل مع ثلاثة سي إل تولي وجود ثلاثة روابط باي في وجود الألترا باي اللي بس المرة دي مفيش عامل حفاد عشان تتكسر الثلاثة روابط باي وهنا يخش C-L-C-L-C-L-C-L اللي هو جزائيا C6-H6-C-L-6 سوداس كلوروهكسان حلقي المعروف باسم الجامكسان وهو مبيد حشري الغاز المائي من الأسيتيلين الغاز المائي بيتجاب من الميسان غاز مائي من الميسان وميسان يتجاب ازاي من أسيتات سوديوم وأسيتات سوديوم من حمض الأسيتك يا نهربياد ما تضيقش نفسك يا والله ما تضيقش نفسك والله لعبة سهلة يبقى دي عندك غاز الإيصين كنا بنعمله هيدرة حفزية شوف كم مرة النهاردة قلناها هيدرة حفزية في وجود حمض الكابريتيك 40% وكابريتات زئبق مسخنة حتى 60 درجة يبقى D-H2-SO4 40% وD-HG-SO4 عند 60 درجة كان بيطلع عندك أسيتال دهايد أسيتال دهايد اللي بيقبل حكتين يقبل الأكسادة ويقبل الإختزال هنعمل له عملية أكسادة عشان نجيب منه حمض الأسيتك يبقى دي هنا عندك أسيتال دهايد CH3-CHO أعمل له أكسادة K-M-N-O-4 أسيدي أسيد محمضة بحمض الكابريتيك مركز كان بيقصد البشمهندس اللي قدامك ده ويدينا حمض الأسيتك حمض الأسيتك يعمل له تفاعل تعادل يفعله مع السوديوم أو هيدروكسيد سوديوم يدينا أسيتات سوديوم يبقى أهي مع N و H يدينا أسيتات سوديوم ومية تفاعل تعادل أسيتات سوديوم أعمل له تقطير جاف مع الجير السودي يدي ميسان يبقى دي N A O H في وجود C A O حرارة حيث يعمل كمادة سهارة يدينا غاز الميسان ويدينا ناتج سانوي هو كربونات سوديوم وأخيرا غاز الميسان نمرر عليه بخار المية في وجود عامل حفاز عند 725 درجة نحصل على الغاز المائي يبقى هنا 725 درجة في وجود كاتاليست عامل حفاز يدينا C O ويطلع عندك 5 H2 أو أسف سري H2 يبقى أنت إزاي جهبت الغاز المائي ويقول لك خمس خطوات إيه عامل المشكلة إحنا بنتضرب يبقى هنا هيدرة ثم أكسادة ثم تفاعل ثم تفاعل تعادل ثم تقطير جاف ثم إمرار بخار الماء يدينا الغاز المائي زي ما أنا قلت لك اللي هو إيصاين هيدرة حفزية يدي أسيتالدهايد أسيتالدهايد أكسادة يدي حمض الأساتيك مع السوديوم أسيتات سوديوم تقطير جاف يدي مثلا إمرار بخار الماء عند 725 يدينا الغاز المائي اللي بعد كده حبايا بالبي أسود الكربون من الإسين لا أصبر أسود الكربون بيتجاب من الميسان والميسان من أسيتات سوديوم وأسيتات سوديوم من حمض الأسيتك يا علفة لأنا بص هلعب معك للصبح طبعا هو ده جماعة احنا أعلم الامتحان نحن بإذن الله جماعة بنوصل حضرتك لمستويات هاي الليبلز احنا عايزين لبل فوق لبل الامتحان لماذا الامتحان؟ احنا يا جماعة ما بنشتغلش من أول السنة عشان الامتحان الامتحان جزء من مرادنا لكن احنا بنتعلم علشان نتعلم خليك فكر الكلمة دي اللي بيتعلم علشان الامتحان بس ده مش تعليم انت كده بتعلمش عايز تتعلم التعلم علشان تتعلم يبقى دي مداركها أوسع دي تتسع دي تفهم يبقى عندك علم يبقى عندك ثقافة مالهاش علاقة خالص بالمعلومتين هتخش تترشهم جوه ورقة امتحان زي واحد بيرجع انت بتعمل ايه عم الارف ده ده مش علم علم يعني انت عايز تقف وتفهم وتلعب بالموضوع يبقى الموضوع بص لعبة معاك احنا عايزين طالب بإذن الله متمكن وهو بيحل طب تعالى اسود الكربون من الاسين قال لي سهلة خالص ما انت كده عايز حمض اسيتك فبما أنا معي اسين كنت بعمله هيدارة حفزية اللي هي إضافة الماء في وجود حمض كابريتيك عند مئة وعشرة والتفاعل ده ما كانش بيتم تلقائي لان الماء الكترولاية الضعيف ما كانش بيعرف يكسر الرابطة باي فبنحط الحمض عشان يوفر ايانات اتش الكاسر الرابطة طبعا كان بيدي كابريتات ايصاية لها هي إيدارجينية اللي هي نحل ماء يديك حلي اسيني أنا كنت بتاع لخطوة واحدة جزائية طب ما أنا معي كحلي اسيني حبايا بقلبك حلي اسيني كم بيدي حكتين اسيتالدهيت ثم حمض الاسيت كابريت يلا بقى انا كاتب أكسرها تامة يبقى دي حمض الاسيتك يلا نفس الكلام تالي حمض الاسيتك تفاعل تعادل C-H 3-C-O-O-H هفعله مع السوديوم هايدروكسيد سوديوم او كاربونات او بيكاربونات سوديوم اي حاجة فيها سوديوم السوديوم هيخش مكان الـ فيدينا أسيتات سوديوم تبتير جاف أسيتات سوديوم تقطير جاف يدي ميسان يبقى CH3COONA plus NAOH في وجود CAO حرارة كان بيدينا ميسان زائد كربونات صوديو غاز الميسان اللي عندك انت عايز منه مين يا فندم اصود الكربون كان بينحلى عند الف درجة بمعزل عن الهوى سرمال انحلال حراري يبقى دي عند الف درجة نو اير بمعزل عن الهوى كان بيطلع عندك C اسود الكربون زائد 2H2 ادي اسود الكربون اللي انت كنت عايزه بتقولك من الاسين على خمس مراحل اليوريا من سيانات امونيوم لأ انت بتهزر اكيد يعني ايه الليفل ده معلش يا جماعة ما هو احنا لازم كده نيجي من فوق لتحت ما عندناش مشكلة خالص حضرتك معاك سيانات امونيوم كان بيحصل له الحلال حراري يد يوريا اللي هو H2N CWO NH2 ده الجزء الثاني من تجربة فوهلر كان هو جاي بالاول سيانات فضة مع كلوريد امونيوم فاعلهم الدلو محلول سيانات امونيوم سيانات امونيوم الذي يتحلل بالحرارة معطيان اليوريا افسط هيدروكربون اروماتي من افسط هيدروكربون اليفاتي دي جات قبل كده في امتحان سنوية عامة يعني الرجل المحترم ده عايز بنزين عطري افسط هيدروكربون اروماتي عايز يجيبه منين من افسط اليفاتي عايزه من الميسان ياه ده دي سهل خالص ده دي من ابسط الامثلة قلنا مليون مرة يبقى الميسان ده نعمله تسخين بشدة ثم تبريد سريع تسخين 1500 درجة ثم فاست كولينج كان بيدي مين؟ كان بيدي غازل اي ساين سي تو اتش تو زائد سري اتش تو غازل اي ساين ده اللي كنا بنعمله بالمرة سلاسية في انبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار ده المدخل يا جماعة من المركبات الاليفاتية للمركبات الاروماتية طيب اهو شوفوا المرة كان برضو المعارلة دي النهاردة انبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار يطلع عند حضرتك بنزين عطري ويبقى انت كده جيبتها ابسط مركب اروماتي من ابسط مركب الاليفاتي اللي بعده السيلينجي لايكل من الكحول الاسيني او يقولك كيف تحصل على كحول سنائي الهايدروكسايل من كحول احاد الهايدروكسايل هي نفس الفكرة ونفس المعنى طيب يبقى احنا جماعة عارفين السيلينجي لايكل بيتجاب من الاسين والاسين بيتجاب من الكحول الاسيني يبقى الخطوة رقم واحد معاناك خلي اسيني نعمله الديهايدريشن نزع مية باستخدام حمض كابرتيك مركز عند 180 درجة الو اتش كانت بتسحب اتش يدينا اتش تو او ويطلع عندك الالكين المقابل يعني الالكين في نفس عدد زرات الكربور ادي غاز الاسين غاز الاسين نعمله باير راكشن تفاعل باير كنا نعمله اكسادابر من جناب بوتاسيوم في وسط قلوي او اتش تو او تو فوق اكسيد الهايدروكسايل خلاص يبقى هنا عندنا جماعة او اتش تو او بلاس او برمنجانات البوتاسيوم القلوية ده او ده طبعا اللي كان بيحصل يا جماعة ان كانت بتنكسر عندك الربطة باي وكل زرات كربون كان بيخش لها او اتش يبقى دي هنا سي اتش تو ربطة سي اتش تو خد بالك بقى من دي ودي او اتش ودي او اتش فيتكون عندك السيلينج الايكل اللي بعده استر بنزوات الايصايل من الطلوين تاني استر بنزوات يتجاب من حمض البنزوك وحمض البنزوك بيتجاب من الطلوين بعملية الاكسادة شوف كم مره عندناها برده النهاردة المعادلة دي معادلة قطيرة ومهمة يبقى تاني ادي عندك الطلوين حلقة بنزين عليها اكسده بغاز الاكسوجين في وجود خمس اكسيد الفناديا مع انضربه 100 درجة اتنين اتش يخرجه مع واحدة او مكان الاتنين اتش اللي خرجه هيخش اتنين او فيدينا بره تتحول مجموعة الميسايل لمجموعة كاربوكسايل ومكان الاتنين اتش اللي خرجه دخل اتنين او اوزن اتنين خرجت ثلاثة اضرب ديف ثلاثة واضرب دول في اتنين كذا مرده النهاردة حلقة بنزين واحدة خرجت اتنين ضربت في اتنين بقى معانا حمض بنزوك حمض بنزوك عايز تجيب منه استر يبقى تعمله تفاعل استرى مع كحول يبقى دي حمض البنزوك حلقة بنزين عليها سي او اتش افعله مع كحول لإسيلي سي تو اتش فايف او اتش في وجود مادة نازعة للماء اتش سي ال دراي وليس حمض الكابريتيك لتجنب السلفانة عشان ما يحصلش سلفانة لحمض البنزوك يبقى دي اتش سي ال دراي للمرة المليون الكحول هيخرج منه الاتش والحمض هيخرج منه الو اتش اتش مع او اتش يدينا اتش تو او ويدينا استر بنزوات الايسايل هنا عندك اهو ادي حلقة البنزين سيخرج عليها برا سي او او سي تو اتش فايف استر بنزوات الايسايل اللي لو عملت له تحلل لنش هديري يديك بنزا ماد ثاني اسود الكربون من اسيتالدهايد اسود الكربون بيتجاب من الميسان والميسان بيتجاب من حمض الاسيتك وحمض الاسيتك بيتجاب من اسيتالدهايد يبقى ثاني شفت الرجعة؟ ادي اسيتالدهايد نعمله اكسادة ببرمنجانات اوساني كرومات محمضة بحمض كابريتيك مركز كان بيتأكسد على مرة واحدة مجموعة الفورمايل تتأكسد تتحول لمجموعة كربوكسايل سي اتش ري سي او اتش بقى معانا حمض الاسيتك ثاني حمض الاسيتك يعمل له تفاعل تعادل مع هيدروكسيد سوديوم او كربونات او بيكربونات سوديوم هيددينها اسيتات سوديوم ومية يبقى سي اتش سري سي او او ان اي واد المية اتش تو او بقى معانا اسيتات سوديوم اسيتات سوديوم تقطير جاف يديميسان ادي مع الجيل السودي ان اي او اتش في وجود سي اي او حرارة يدينا ميسان وكربونات سوديوم الميسان اللي عنده حضرتك هنسخن عنده الف درجة بمعزل عن الهواء يبقى دي الميسان تسخين عنده الف درجة بمعزل عن الهواء يدينا اسود الكربون وعندك يتصعد غاز الهيدروجين لبعده ميتا كلورو نايترو بنزين نايترو بنزين يتجب من يتجاب من الهواء يتجاب من الحمض eles ؟ في قبل أن ع rappelle استر. نتفق على حالة. ان الاستر مالوش غير بداية واحدة. ايه هي? وده اللي انا اتكلمت عليه دايما. ان الاستر يتحلل. تلات تحللات. يا ايما مائيا في وسط حمودي. يا ايما مائيا في وسط قاعدي. يا ايما انا شادري. بس خليك زكي يا لا. انا عايز بنزواط صد ومجيب منه بنزين. طب ما خلاص. بدلا ما اعمل تحلل حمودي وارجع فعل مع قلوي. طب ما نعمل تحلل الماء قاعدي. حبيب اللي مذاكر في التحلل الماء القاعدي. C2H5O تاخد الOH. تاخد الH. يبقى C2H5OH. يطلع عندك الكحون. ومين بقى? ما يطلعش حمض بنزوط. يطلع بنزواط صوديوم. شفت ما انا عملتها كده ليه? عشان اخلص على مرة واحدة. حبيب قلب المحترم بقى معي بنزواط صوديوم. طب ما بنزواط صوديوم ده. تقطير جاف يدي بنزين. على خطوة واحدة. جبت ملح الحمو. يبقى دي بنزواط صوديوم. بنزواط صوديوم. تقطير جافنة على الجير الصودي. في وجود حرارة. كان بيدي بنزين وكربونات صوديوم. طب ما البنزين اللي عندك ده. عايز تعمله لأول عملية نيترا. يبقى HONOTO في وجود حمض الكابريتيك. يدينا حضرتك نيترو بنزين. OH تسحب H. يبقى H2O. يدينا نيترو بنزين. والنايترو بنزين تعمله عملية كالورة. فيقوم مؤد الكولور للوضع ميتا. فيدينا ميتا كلورو نيترو بنزين. يبقى دمع الكولور في وجود ال F ايه كعمل حفازة ايه الخطوة الاخيرة. ال H هتاخد ال C L. ويدينا ميتا كلورو نيترو بنزين لان النايترو بيوجه للوضع ميت. اللي بعده. اسير سنائل الاسيل من الاسين. تاني يا جماعة اسير سنائل الاسيل بيتجاب من الكحول الاسيلي. يبقى انا الاول هبدأ بالاسين اجيب منه كحول ازاي? قلنا يا جماعة ده تفاعل هيضارة الاسيل. اضافة المية للكين ترجع تدي الكحول تاني. بس ده كان بيتمه في وجود حمض الكابريتيك عند مية وعشرة. يرجع يدينا اسانول كحول الاسيلي C2H5OH. C2H5OH انزع منه مية عند مية واربعين درجة. لان النزع عند مية واربعين كان بيتم نزع جزء مية من اتنين كحول. يدينا الاسير المعتاد. يبقى هنا هنزع اهو باستخدام حمض الكابريتيك. عند مية واربعين درجة. اهي اهي اهي. فيطلع عندك C2H5OH. زائد H2O. ادي اسير سنائي الاسيل ومية. حمض الكابريتيك من الاسين. اهي دي بقى ممكن يبقى كتير من الناس ما يعرفهاش. اجيب ازاي حمض الكابريتيك انا ما عنديش معادلة في المنها تدي حمض الكابريتيك. لا انت للأسف عندك. بس انت للأسف مذكر الامثلة مش فاهم القواعد. لازم تفهم القواعدة حبيب قلبي. تعال. C2H4 نعمله اكسادة تفاعل باير. ادي H2O في وجود O فوق اكسيد الهيدروجين او برمنجانات بوتاسيوم في وسط قلوة. طبعا لو ببرمنجانات كده يبقى باير. كان ايه اللي بيحصل? كانت بتنكسر الربطة باي. C2C2C2. وكل زر الكربون يروح لها OH. فيدينا السيلينجل ايكل. القواعدة بقى جماعة اللي احنا قلناها للطالبة اللي كانت حضرة معانا مراجعة العضوية. وبنأكد تاني على الكلام ده. ان واحد يقول لك ايه? اصلي المراجعة ملهاش لازمة. مين يعمل ملهاش لازمة? ملهاش لازمة مكنناش عملناها. على طول كده. احنا ما نعملش ليه الانسان يعمل حاجة ملهاش لازمة. لو انت بتخطط نرد شيء انت شايف انه ليس له جدوى بتعمله ليه? بتضيع حياتك في ايه? لكن انا ضيع حياتي لا في شيء له قيمة. فهنا عندك طلع السيلينجليكل اللي بيحتوي على ايه بقى? اللي بيحتوي على كربينول اولي كربينول اولي. المعلومة اللي عندي بتقول ان اي مجموعة كربينول اولية. كربينول اولي. يتأكسد متحولا لكربوكسايل. يدي مجموعة قلدهايض. انا بكلم عن المجموعة ما يشدعه بالكحول. اي مجموعة كربينول اولي تأكسد على مرتين. تدي قلدهداد. ثم تدي احماط. ولذلك اقولها تاني لنحضر معنا مراجعة يفتكر الكلمة دي. حتى كان في مركب بيتكون في النص. اسمه مش عندنا بس انا بقوله لك للعلم. يبقى دي اسينينجليكل. ده كحول. هنيجي نأكسده ببرمنجانات بوتاسيا محمدا بحمد كابريتيك. اكسد الكحولات. يتأكسد على كم مرحلة اللي عايز يعرف. قال لي على مرحلتين. في المرة الاولى المجموعتين دول يتحولوا للمجموعتين فورمايل. يبقى فيه فورمايل فورمايل. قلدهد قلدهيد. ده اسمه مش عندنا بس انا قلته للعلم. ده اسمه جيلايكوزيل. جيلايكوزيل ده اللي هيكمل تاني اكسده. لان مجموعة الفورمايل قابلة للأكسده. مجموعة الفورمايل تتأكسد تتحول لمجموعة كربوكسيل يدينا حمد اوكزالك. ولذلك اللي فاكر بقى في المراجعة بتاعت العضوية على المنصة قلنا ايه حبيب قلبي. قلنا الجيلايكوزيل يقبل حاكتين. يقبل الأكسده ويقبل الاختزال. يتأكسد يدي حمد اوكزالك ويختزال يدي اسمين جيلايكوز. لان هنا بطلب فاهم الاسمه على المجموعة وليس مش حافظ الكلام يا جماعة. فاهم الاسمه على المجموعة. مجموعة الفورمايل تقبل حكتين. تتأكسد تدي كربوكسيل وتختزل تدي كربينول اولي. اسيتون من واحد برومو بروبان. ياه. بس الاسيتون ما بيتجابش من كحول بروبيلي اولي. انا عايز كحول بروبيلي سنوي. اصبر. واحد برومو بروبان. على مهلك خالص. يعني ده بروميت بروبيلي اولي. طبعا كل دي اتشات اهي. ادي اتش اتش على ما يهلك خالص. انا مش مستعجلك في حاجة. ده كده واحد برومو بروبان. باش مهندس لو جاء عمله تحلل مائي قاعدي. اللي احنا عارفينه. الطريقة العامة لتخضير الكحولات. الكيه هتاخد البي ار. قال لي تمام. وهيطلع عندك كحول بروبيلي اولي. هي ايه زي ما هي. خلاص بقى اكتب بقى بنائي مكسب. سي اتش تو. سي اتش تو. ومكان البي ار اللي كانت هنا دخلت او اتش. ده. واحد بروبانول كحول بروبيلي اولي. واحد بطيخة يقول لي اكسده. قل له بسة بطيقة. لان واحد بروبانول اكسده يدي بروبانال اكسده يدي بروبانوهيك. بروبانول بروبانان بروبانويك. و ها حlında اول يدي المية يدي حمط. لكن هو مش عايز مية؟ ده عايز كتونة يا ابني الازينة. يبقى هو عايز يحاول الواحد بروبانول ده لتنين بروبانول. افكرك بقه الله حضر معنا المراجعة. شيل المية بحط المية. ليه؟ لأن حبيب قلب اللي مذاكر تاني هدي CH3CH2CH2OH ده كده كحل بروبيلي اولي واحد بروبانولي. انزع منه مية باستخدام حمض الكابريتيك واحد يقول لك هو ايه شيل المية بحط المية؟ للي ما حضرهاش معانا بقى. شيل المية بطيخة يدي بروبيلنا. CH3 بعد كده بص. CH ربطة مزدوجة CH2 بقى بروبيل اهو. تيجي تحط له المية تاني. التفاعل يخضع لقاعدة ماركونيكوف. تعال نرسم البروبين اهو تاني اهو. انا عبص وراك وراك. CH2 ربطة مزدوجة CH1 ودي CH3 مشبع. مين البش مهندس اللي قدامك؟ قال للبش مهندس اللي قدامي بروبيل. تعال بقى نحط له المية تاني. قال لي لا المرات دي التفاعل يخضع لقاعدة ماركونيكوف. قلت له ليه بطيختي الجميلة؟ قال له والله يا مستر لان انت بتضيف متفاعل غير متماثل لالكين غير متماثل. فان التفاعل يخضع لقاعدة ماركونيكوف يتجه الشق الموجب نحو زارة الكربون الغنية بالهايدروجين بينما يتجه الشق السلب نحو زارة الكربون الفقيرة. فيتحول هنا عندك لاثنين بروبانول. تاني. دي كان معها اتش. اتنين اتش هيروح لها الاتش التالتة. ودي كان معها اتش واحدة للأسف هيروح لها الو اتش. ودي زي ما هي سي اتش سري. يا جميل. كده ما بقاش واحد بروبانول. كده بقى كام؟ بقى اتنين بروبانول. اتنين بروبانول نعمله عملية اكسادة يدي اسيتون. لان اكسادة الكحولات السنوية باش مهندس تدي كيتونات. وبناء عليها هي اكتبها جزئي بس للمساحة. يبقى سي اتش سري سي اتش سي اتش سري. وهنا الو اتش هيرو. ده يقبل الاكسادة على كم خطوة؟ لا على خطوة واحدة بس. فوجود برمنجانات البوتاسيام المحمضة. يتعكسد على خطوة واحدة. هيدي الاول مركب غير ثابت. الذي سرعان ما يفقد الماء متحولا الى سي اتش سري. سيدة بالبندقه سي اتش سري المعروف باسم الاسيتون او البروبانول. يبقى هنا. انت عملت تحلل الماء قاعدي. جبت كحول بروبيلي اولي. نزعت الماء بقى بروبين. ضفت له الماء تاني بقى اتنين بروبانول. اتنين بروبانول اعمل له عملية اكسادة يدينا اسيتون من الكيتونات. اللي بعده كحولة اولي. يتكون من زرة كربون واحدة. من كحولة اولي يتكون من زرتين كربون. يا ليه لا? ايه السؤال الغريب ده? انا اصلا مش فاهم السؤال. لا انت لازم تفاهم نفسك السؤال. انت لو حلت من غير ما تفهم السؤال انت رايح تحل ايه? انت بتفكر تحل ايه? الراجل عايز كحولة اولي في زر الكربون واحدة. يا راجل مش محتاجة. انه يريد كحولة ميسيني. اولي او. وفي زر الكربون واحد. من كحولة اولي في زر كربون. يا سلام. من كحولة ايسيلي. بالرغم ان هي فيها لفة شوية. ويعني بعض الناس يقول لك مستبعدة في الامتحان. ايه ان انا قلت? احنا جايين نتعلم من اجل العلم. فما فيش مشكلة. انا اعرف ان الكحولة الميسيلي يتجاب من كلوريد ميسايل. من هليب الكايد. وكلوريد ميسايل يتجاب من الميسان. والميسان يتجاب من اسيتات سوديوم. واسيتات سوديوم يتجاب من حمض الاسيتك. وحمض الاسيتك يتجاب من الكحول الاسيلي. يا سلام. انه لفن. انا عايزك كده. ولذلك زي ما انا هفضل اقول لك. فعلا التحويلة فن. مش عن عنه. انت لو انت عايز تنتح كده. وطلع ارنين. وتغبط. قلت لك قبل كده. اللي بيحاول لجماعة يحل الاسئلة عن طريق انه هو متهور كده وبيحل. ده خروف بينطح. في حيطة. وقلت لك قبل كده خروف بينطح في حيطة. ليه? عارف لو خروف بينطح في خروف. مفيش مشكلة. او واحدة يكسب. لكن تخيل خروف وبينطح في حيطة. يا ده انت ضايع يا ابني. مفيش فكرة خالص. وانما لا بهدوء. تاني يوم. كحولي ميسيلي يتجاب من كلوريد ميسايل. كلوريد ميسايل من ميسان. ميسان من اسيتات سوديوم. اسيتات سوديوم من حمض الاسيتك. طب ما انا من الكحول كاين السؤال بيقول من كحولي اسيلي هات حمض الاسيتك. يا ر اجل. تفاعل الاكسادة الاشهر كحولي اسيلي اكسادة تم ببيرمينجانات بوتاسيوم محمدا بحمض الاسيتك. كان بيدينا او اس محمدا بحمض الاسيتك يدينا حمض الاسيتك. يبقى اول خطوة. اكسيداسيون اكسادة. بعد الاكسادة يا حمادة. نيوتريشن. تعادل. افاعله مع قلوي. اهو. تفاعل تعادل. يدينا اسيتات السودي. استنى نكتب بالعربي. عشان ابقى بكتب بالعربي وبالانجليزي. وكل حاجة. بقى معنا اسيتات سوديو. بنعمله عملية تقطير جاف. ادي اي او اتش. في وجود سي اي او حرارة. يا جميل. بقى معنا ميسان وكربونات سوديو. مين الجميل? معنا كربونات سوديو. طب تعالي بات. معك ميسان. ميسان تعمل له هالجنب الاستبدال على خطوة واحدة. مع الكولور في وجود الالترا فيولت عند ربعمية درجة يديك كولوريد ميسايل. جميلة والله او. تحس بص بمتعة وانت بتوصل للنهاية. اي نعم في مجهود بيتبزل. بس يا جماعة النهايات دي بتخلي الواحد يفرح. يعني فيه تعب بتعمل. فيه مجهود. مع كي و اتش. الكيس اسحب السي ال يبقى كيس سي ال. ويدينا السي اتش سري او اتش. بقى معك حل ميساني. شوف بقى انت عايز تعمل بي ايه. عايز تروح تجيب منه حمض الفورمينك. اعمله اكسرة تمة. هو ميسانو. ليدي ميسانو. ليدي ميسانو. ليدي ميسان عشان الام الروماتزمية دي اللي عندي. فعلوا بقى مع حمض السلسلك. حمض السلسلك مع كحول الميسيلي يدينا اسطر سلسلات الميسايل المعروف في اسم ذات المروخ. اعمل اللي انت عايزه. شوف كم خطوة. اكسرة حمضة اسيتك. تفاعل تعادل اسيتات صوبتي. تقطير جاف يدي ميسان. هل جانب الاستبدال كلوريد ميسايل. تحلوا الماء قاعدي يدي كحول الميسيلي. جاميكسان من الفينول. تاني جاميكسان بيتجاب من البنزين. طب كده كده السؤال بيقول من الف فنول هاد بنزين. يا معادلة سهلة. فنول اعمل له اختزال هتلاقي الو ايتش زال. يبقى هنا اختزال باستخدام الزنك الساخن. كان الزد ان بيسحب الو. والاتش ترجع على الحلقة. فيدينا بنزين عطري. حضرتك معاك بنزين عطري وعايز جاميكسان اللي هو ايه? مبيت حشري صح? اعمل له هل جانب الاضافة وليس بالاستبدال في وجود الالترا فيوليت. كان بينكسر عندك التلات روابط ويخش على كل زر الكربون CPL فيتكون سوداسي كلورو هيكسان حلقي المعروف شائعا باسم. جاميكسان. لبعده تي اي تي من الهكسان العادي. تي اي اسي سلاسي نايترو طلوين. سلاسي نايترو طلوين يتجاب من الطلوين والطلوين يتجاب من البنزين والبنزين ينفع يتجاب من الهكسان العادي. طب لو انت عندك هيكسان عادي كنت بتعمله ايه? اعادة تشكيل. للمرة المليون اعادة تشكيل محفزة بامراره على البلاتين مع التسخين كم بيدي بنزين واربعة هيدروجين قادي البنزين ودي فور اتش تو مرحبا بك معاك بنزين من البنزين عايز تجيب طلوين يبقى نعمل الكلة تفاعل فريد الكرافت ندخل له مجموعة الكايل نفعله مع هاليد الالكايل في وجود ALCL سريلا مائي اللي تسحب H منها على الحلقة يبقى HCL ومكان الـ H اللي تسحبت هتخش مجموعة ميسايل يبقى كده ميسايل بنزين المعروف باسم طلوين الطلوين نعمل له عملية نيترا في وجود حمض الكابريتيكي المركز تمام كده؟ ثلاثة أو اتش يسحبه ثلاثة اتش يدينا ثلاثة اتش تو او وقولنا جماعة بيحصل ثلاثة احلالات لان مجموعة الميسايل دي بتزود الاحلال بتوجه لأورسو بارا ومكان كل اتش خرجت من على الحلقة بيخش انو اوتو فيتكون سلاسي نايترو طلوين المعروف باسم تي انتي لبعده مبيت حشري من الغاز الطبيعي تاني ما خلاص بقى اقول له نفس الفكرة الغاز الطبيعي غاز الميسان تسخين بشدة عند 1500 درجة ثم فاست كولنج كان بيدي غاز الايساين زائد الهايدروجين غاز الايساين كنا بنعمله بالمرة سلاسية في انبوبة نيكل مسخنة لدرجة الاحمرار كان بيدي بنزين عادي نيكل تيوب يطلع عندك بنزين البنزين عندك انت عايز منه ايه تاني مبيت حشري لسه اللينا بقى خلاص كده خلصت الحكاية يعني يبقى دي عندك البنزين مع ثلاثة سي ال تو يدينا سوداسو كلوروهيكسان حلقي المعروف باسم الجامكسان الكن يحتوي على زرتين كربون من الميسان وهنا انا عايز لعبك لها بحلوة بص دي تعالى مرة من الميسان اللي هو عايزها دي من الميسان نجيب ايسان بنا بعلمك لها بحلوة عايز الكن اعلى بدرجة المرة اللي بعدها بقى من الايسان هات ميسان يلا ميسر خياد لما اقولك على حاجة انها حلوة اكيد يعني احنا بنحاول نبزل مجهود معك تعالى من الميسان هات ايسان نبدأ بالأولى ميسان هات ايسان دي سهلة جدا هو كله سهلة جدا عندك ميسر او يا حبيبا انا ما عنديش حاجة يسمعه صعب لسه وقدنها تسخين بشدة ثم تبريد سريع انا عكتب بقى النواتج الأساسية بس جماعة كان بيدينا ايساين صح قال لي صح ايساين هدرجة على مرحلتين وخمسين لتلتمية كان بيتحاول من ايساين لأسين كده انت دخلت على الالكينات والأسين تعمل له هدرجة كمان مرة في وجود بلاتين او نيكل مجزأ وحرارة فيديك ايسان يبقى انت من الكان جبت الكان اعلى بزر الكربون يجيب السؤال كده جماعة يقول لك من الكان كيف تحصل على الكان اعلى منه بزر الكربون يعني من ميسان هات ايسان يبقى ميسان هنا تسخين ثم تبريد يدي ايساين هدرجة على مرحلتين ايسين ثم ايسان كده من الكان بزر يحد جبت الكان في زر تان طب ما تيجي نلعب التانية بقى عايزين ننزل درجة عينينا ليك طب المراد العكس معك ايسان وعايز ميسان بس كده ايسان نعمل له هالجنب الاستبدال في وجود الالترا فيولت واخدينها الكنات هالجنب الاستبدال يدي كلوريد ايسايل كلوريد ايسايل تحلل مائي قاعدي الطريقة العامة لتحضير الكحولات يدينا كحولي ايسيلي يمشي معايا خطوة خطوة كحولي ايسيلي اكسادة تمة فول اكسيديشن ببرمنجانات بوتاسيام محمدة بحمض كابريتيك ده ايه الرواقان ده ميستر ما انا بقولك بقى هي المراجعات كده عايزة واحد رايق وهو بيحل يدينا حمض الاسيتيك حمض الاسيتيك تعمله نيوتريشن ري اكشن تفاعل تعادل مع هيدروكسيد صوديوم يدينا اسيتات صوديوم سي اتش سري سي او او ان اي اسيتات صوديوم تفتير جاف مع الجيل الصودي ان اي او اتش في وجود سي اي او حرارة كان بيدينا ميسان ده ما شاء الله عليك انت جاي من ايسان يعني من الكان فيه زراتين كربون علمتنا يا ميستر ازاي ننزل زر الكربون جبنا ميسان على كم مرحلة زي ما انا قلت بص بقى المراحل هالجنب الاستبدال تحلوا الماء يقلوا يديك حل اسيلي اكساد يدي حمض الاسيتيك حمض الاسيتيك تفاعل تعادل يدينا اسيتات صوديوم اسيتات الصوديوم تقطير جاف يدي ميسان وبكده يبقى انت من الاسان جبت ميسان يعني من الكان جبت الكان اقل بزر الكربون يبقى انا هنا قدامك شرحت حاجتين من الكان كيف تحصل على الكان اعلى منه بزر الكربون ومن الكان فيه زرتين كربون كيف تحصل على الكان اقل منه بزر الكربون وكده حبيب قلبي يبقى احنا كده مرنا مرور جميل وسريع واظن انه هو مراجعة مفيدة جدا لأي طالب محترم لف بيها على كل المعادلات اللي موجودة عندك في الجزء الخاص بالعضوية ارجو بقى ان الناس تشوفوا الفيديو ده كده تنشروا كده هتدلوا على الخير كفاعلي وتكتهد وتذكروا وتحل الاسئلة اللي موجودة عندك في الديسكريبشن الوصف كده بتاع الفيديو هتلاقي الكلام بدي اف تاني عشان تحله وتذكره وتستفيد منه بإذن الله احب اقولك ان نتيجة متابعتك دي واقتهادك في المتابعة تحدي بقى احب انا التحدي بتاع الفلوك زيان شفتها عندك على بعض القنوات الفيديو ده لو وصل عشرين الف لايك انا هعمل لك مراجعة كمان مش عارف على ايه بس بناعنا على طلباتك اللي هتطلبوها عندك تحت في الكومنتات اطلب حبيب قلبي واحنا بإذن الله في الفترة الجاية قاعدين كده بنتدلع معاك شوية وهنحاول قدر استطاعتنا يا جماعة ان احنا نلبي طلباتك طالما ان الطلب بيطلب بشكل جميل اجملوا الطلب حباب قلبي اطلبوا مش عيب بس اجمل الطلب عارف ليه بقى جميل الطلب انت النهاردة لما بتطلب من حد حاجة بشكل مهزب دايما يا جماعة بتأسيروا بكلامك عارف انت الكلام الجميل الكلام الجميل مالوش حل ليه اثر رائع والله انا عظيم ولذلك بص من الكلام الجيد عن الاصر الجميل للكلمة الطيبة ربنا يقولك في القرآن ألم ترى كيف ضرب الله مثلا قاعدة ملعاش بص مش ممكن مش ممكن لما ربنا صحيحة تعالى يتكلمك عن حاجة زي كده ويجيبها ليه ربنا يا جماعة يجي في سورة ابراهيم في الموقع ده ويتكلم عن حاجة زي كده لانها حاجة ملعاش حل انت النهاردة الكلمة الطيبة اللي انت بتقولها للقدمك ليها اثر بص بيقومه كده بيعمل تغيير كامل في حياته انت ممكن واحد يبقى قاعد مكتئب يسمع كلمتين طيبين من واحد ينشرح صدره تحس ان هو مبسوط فربنا يقولك ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها سابت وفرعها في السماء تؤتي بص الكلمة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني الكلمة الطيبة اللي انت قلتها دي أوعد كنفاكر ان أصارها دلوقتي بس لا ده الكلام واضح تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يعني الكلمة الطيبة سمرها ونتيجها هتفضل مستمرة كل حين كل حين بإذن ربها ربنا أبراس حانه وتعالى يسير هذا الأمر للناس فيفضلوا يشوفوا الكلمة الطيبة دي ويفضلوا يدعو لك وينشرح صدره وانت تاخد حسنات تخيل انت بص عدات حسنات لكن الحالة الثانية اللي احنا بنشوفها أحيانا ونبقى زعلنين عشانك وعليك مش على حاجة ثانية وضرب الله مثلا بص بقى الثانية كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار هي دي بقى كلمة خبيثة اللي انت بتقولها تقولها دي تلاقي واحد كلمة بك ثلاثة انا بكرهك شكرا شكرا ده طول ما انت هنا بيكره وفي مشكلة صعب صعب انك تعيش مع حالة من الكراهية للناس اللي هو كل همك انك تكره الناس بالعكس طول ما هيكون همك التسامح والرضى قدر استطاعتك لان احنا بشر يبني مش اقولك ان البشر ما بكرهش بشر بيكره ولكن انت حاول قدر استطاعة انك دايما تلجب نفسك كان من دعاء المؤمنين في القرآن الكريم ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا بس حاولش يبقى في غل ليه صفاء نفسك ونقاءها ده هيعود عليك انت براحة نفسية وانت في الفترة دي محتاج راحة نفسية جديدة جدا فما تبقاش جاء على حد تقول اه والله اصلا انا بكره لا ما تكرهش حاول قدر استطاعتك ما يكونش فيه قراهية وانما دايما يكون عندك قلق الصفح والتسامح قدر الاستطاعة جماعة انا عارف ان احنا بنيجي في مواقف ما تبقاش انت قادر تتحمل لكن لا 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 انت بقى لازم تغفر تغفر وتصفح فربنا يقولك حتى لو انت كان قدامك حد بيأذيك مش بقى بيقدم لك علمي بيحاول ساعدك يقولك والكظمين الغيظ والعافينة عن الناس والله يحب المحسنين يعني انت شوف بقى حتى لو حد ديئك فكظمت غيظك والعافينة عن الناس وعفوت عن خطائهم واحسنت اليه كمان ده مش بس اخد بالك مش هو اخطأ فيك فانت تعدي لا ده انت تقضم غيظك وتعفى عنه وتحسن اليه ليه بقى لان انت احسانك ليه دايما احسانك ليه هيكف عداكه ولو هو كان طيب احسانك ليه هيخليه اسير لصنيع معروفك الجميل اللي انت عملت فيه ولذلك قلنا احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الاحسان انسانا ان الاحسان يستعبد قلوب الناس فكن محسنا وزي ما انا قلتلك كمان بالنسبة للمنهج كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان شوفكم دايما على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا